سلام عليكم حياكم الله معنا في بودكاست ألعاب الحلقة 382 معكم مش عصويان ومعي هنا مجموعة من الشباب أهلا وسهلا حيا حياك جاينا طازج من تقييم نعم نعم وخرتكم شو عشان تقييم أوافي أوافي قاعد أقول لهم آه يلا خمسة وروس مدري إيش وده لما جوا أوه وانشرنا تقييم وان أوا ليتا عندنا أيضا راح معي ياقل أهلين وسهلين أهلين وسهلين في الزاوية البيضاء عند البوكيمونات بين البوكيمونات الله 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 كيف الحياة الحمد لله معاشي الأمور معاشي الأمور ومعنا أيضا فرش كده قرعة نظيفة والأستاذ خالد ألعبي ثاني يلا والله يلا حيا الله حيا شخبارك كيف الويكند الحمد لله معاشي الأمور الحمد لله جيد وضيفنا في هذه الحلقة والله الدنيا صار ضيف ما هو ضيف يعني بس ومختفي بس وي نسيني على طول الأستاذ عمران أهلا حازمي يلا حيا حيا أهلا شخبارك الحمد لله ومتاز كويس الحمد لله كيف الدنيا معك والله ماشي الأمور بثوب ومرسم ويأي وشنة جيت الرياض مؤدب ولطيف مرة مؤدب لشني من الزمان يعني مطر 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 يا حبيب الآن أنا وعمرا إذا ضربنا وصل على ثنين نتحول دبي نا 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 شاء الله فجأة تسجون بيضة نا نا لدينا لدينا بسرعة فائدة كأقوية أنا وخالد وغير أننا نعكس الضوعة لكم كمان يا سلام كافو كبوس بس ريسك حياكم الله معنا الله يحييك عندنا يا طوال العمر حلقة خفيفة يا والله دسمة الصدقة اليوم يعني في مجموعة ألعاب بنمر عليها من ضمنها تقاييم طازجة توطر على ثلاثة جدد عندنا رحنا تجربة بعد المانجا بروداكشن جتنا دعوة بنتكلم على الألعاب اللي شفناها واللي نزلت الحين بالإضافة إلى الأخبار كبيرة مثل إطلاق ستيم أولاد فخلونا نطب قبل ما نبد وليت نذكركم بأصدقائنا الشباب الكرة معنا للرياضة المحلية والعالمية والقهرة أنا في الفانتزي سقطت إلى المركز السادس بس بيني وبين الأول يمكن 25 نقطة بس أيضا بالثقافة العامة وجبها ولي غير اسمه شاقي كاي سابقا صار رسمي الحين بالتواتر شوية نغير شوية يمكن الناس يلاحظون في تعملان أكثر الآن نغير شوية الالغروثم صرت رسمي الآن كيف في أخبار كاستين كثير قد تطلع على مارفل هاليان مارفل و سوبرمان و سوبرمان أي في شي يحمس مارفل الأمس رابرت كيركمان كاتب مقابلة 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 قال أن ممثل مفنسل نفسه ستيفن يون أنه سأقوم تجربة ملابس الشخصيات سنشري مارفل مارفل و يقول لا أعلم إذا هذا سبويلر أو لا كما نحرق على الرعب أعلم لا أعلم لا أعلم إن شاء الله مارفل يقضوني ممتاز ممتاز كيف ينصب و صح بدأ الموسم الثاني بعدين على جلد ممتاز ممتاز سريع سريع ممتاز ممتاز في الأول كان في فترات بطيئة لكن الثاني يخش هذا الدسم كم حلقة الآن حقتين ثالثة حلقات ثالثة يجي و قيمونا على ايتونز إذا تحبونا و خلونا نبدأ تقييمات أول تقييم أحمد أيوة ماريو أر بي جي يس وش عنده العربجي العربجي نزل نزل أمس عندنا أيوة اليوم ينزل في أمريكا رسميا من الوكيل الجديد طبعا نزل ريت فيها على طول ما قصيرة اللعبة ناشر ساعة يمكن أوه أوه على أر بي جي مرة 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 خلقة هي طبعا ريميك لعبة سوبر نينتندو سوبر نينتندو كانت قصيرة خلقة هذه مع كواليتيوف لايف وإضافات حطوها وماذا سرت أسرع وأسرع أسرع أوكي لدرجة أنه حتى لودنج حق الباتلز حق القتال أسرع من حق السوبر نينتندو أنا شوف أكتال عبا حيانا وأحس أنك سبيد رونينج اللعبة صدكة ومرة سهلة يعني الأمور أنا فس اللعبة سريعة هذه يعني وحتى ما يحطون لك ولا وحش تحسها سبونج اللي تقعد بس كالحركات تضرب وتضرب كلش مرة مرة سريعة فهي في أفكار قريبة من سيف ستار سخنقول اللي هي لازم تضرب وتوقيت ضربتك يعني أشري هي اللي بدتها بعد من الأولى وهي كده حول بس هنا زودوا عليها يعني حطوا شوية عمق فيها آه فيه قضاء يعني زيادة أول هو هاين فيه إضافات في اللعبة كاملة بس أتكلم عن القتال وتوقيت الضربات أول كان خلاص إذا وقتتها صح بتجي الضربة أقوى أو إذا وقتتها صح وانت الدافع بتصير يعني تنقص الدامج فيه بعض رحيان توقيت أفضل يصير يعطيك نتائج أفضل لكن مو بواضحة في اللعبة في الأساسية هنا لا سأطير لك يعني كل شي موضح يعني أنه إذا مثلا ضرب ضربة إذا توقيتك زين بتصير ضربتك أقوى وتسمع صوت يعني وضربات بتتغير مثلا أطير لك يا أحمر 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 أخول إذا ثقلت إذا إذا كان أصوراً وبرتقالياً، أصبحت توقيت ذين، ولكن ليس بأفضل توقيت إذا كان أحمر، يصبح هو التوقيت البرفكت وأصلاً، يصبح تضرب الوحش الذي قدامك، وتضرب الوحوش ثانيًا بعد إذا ضربت الوحوش ثانيًا، أصبحت توقيتها بالضبط الدفاع، إذا أصبحت توقيتها مرة مضبوط، يصبح يأتي مثل الشيلد قدامك أحسن شيلد حق هيلو أو شيء؟ كده أزلك؟ إذا، أبيض لي بيك، وخلاص، صفر الدامج على طول وحطوا زيادة عليه أنه كل ما توقيت صح هالأشياء كلها، سواء الدفاع أو الهجوم يتعبّ عندك ميتر، الإسار، يتعبّ هذا تقدر تسوي ضربة قاضية بين ثلاثة شخصيات وكل شخصيات عندهم حركة مختلفة هذي جديدة؟ هذي جديدة هذي أضافه هذي ما كانت موجودة أضافه في اللعبة كثير حطه بس ما حق يعني شو أقولك الريميك تحسه ريميك مرة one to one يعني زي سوبر نتندو تقريبا نفس الحركة نفس الشخصيات الموجودة نفس يعني المحتوى ما تغير بس يمكن يحسنون لك شوي أو مثلا كانت ترجمة جابوها في القديمة مهب دقيقة الحين لا غيروا الترجمة خلوها أدل هشي بسيطة يعني هنا وهناك بس زودوا من أكبر إضافات حطوا فاس ترافل فاس ترافل من أي مكان في اللعبة أي مكان أنت في محلك تضغطك فاس ترافل مكان في لاني لا بأس لتنقل ساعة نعم وبعدين بعض الأماكن بعد ما تختار المكان الذي تبغى تسوي له فاس ترافل يقولك طيب فاس ترافل تبغى بداية المرحلة ولا في النص ولا في مدروين على طول آه حسنا لأن في أماكن ترجع لها تلقى أشياء جديدة كذا سايد كوست مم آه كنا أنا ساعة كوست قليلة مره مناسب كثيرا آه هم جديدة ساعة كوستات أو من او لا 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 كلها قديمة مم بس ترى أشياء مغيرة هنا و هناك شوية كان هنا في اللعبة الأولى منطقة سرية مرهة مرهة فيها كزينو ماري فيها بلاك جاك فيها صوت مشينزو وتدفع عشان تلعب مم هنا في الجديدة لا لا تدفع لكي تلعب لكي لا تصنّف أنها قمار وليس هناك بلاك جاك فيه الستمشين غيروا لعبة بلاك جاك وضعوا بذالها الممريز تذكر ورق يطلع لك ماتش تو ليس ماتش تو يضع لك الشخصيات اللي عندك وزياد عليها تود كذا عشرة عشرة ورق وتحفظ ممكنهم بدين يقول لك وين ماريو تختار ماريو وين مدر إيش فهذا بتختار تحاول نكتد ذاكرة اي ذاكرة بس لابع بشكل عام سواء لعبتها قبل ولا ما لعبتها اللي حلو فيها صراحة عالمها والكوميديا اللي فيها فيها مواقف ضحك عشوائية حتى مالها كونتكست كذ قل ايش تبدو تضحك ما يعني فيها استهبال كدير هو عجبني اللحظة اللي شفتها كم استلعابها لما ماريو يحكي له مش القصة باوزر سارك فيتش بدي يتحول على شخصيات لانا ما يتكلم ماريو اي 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 بدي يتحول على شخصيات يحرك بداينا وهو يتحول باوزر هو يتحول لفيتش يليلوا انه باوزر سارك فيتش بعدين في الناحي ما يفهمون عليه بعدين يقول كيف ما تفهمون كيف ما تفهموني يعني رعيبة فيه دجة بصراحة لا وحوارات حلوة يعني يجيك في واحد جاء للمدينة زرف محفظة وزرف مدري ايش فانت بتروح تلاحقة وتسأل تود موجود يقول يعني عساس انك شفت هذا الشخص يقول ايه شفته هناك بس انا نسيت البازوكة في البيت ولا كان فيها فيها عواطن زي كده كدير وش بعد شي مره عجبني الموسيقى مره لفلو كان أصلا خلقة كانت حلوة لكن هنا مره لفلو وحطوها أوركسترا أو حطوها بآلات يعني مره تناسب كل الموسيقى الموجودة عيبها وذكرت في التقييم أنه أن اللوب قصير ففي بعض الأغاني تأتيك مزعجة باللوب سيئة قصير فيها أماكن مره كذلك خاصة تعلق في رأسك مره اي وفيها شيئ ثانية مره حلوة تعلق في رأسك صحيح بس بشكل عام موسيق يوكو ملحنة ملحنة الكلاسيك وسويت الرئيارينج وتفعت ملحنة 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 كم أعطيتها؟ أعطيتها جيدة جدا ملحنة تنصح فيها لأنه أريد أن أعطيها إبداع لو قمتها على وقتها كم أقولك إبداع هيا حسنا لكن كثير من الأشياء الموجودة في اللعبة خلاص أنه صارت أوتديتد صارت يعني قديمة صارت في أشياء أحلى عرفت أضافة من التغييرات ملحنة تود اللقطة إذا لم تردت وإن تردت هناك تغييرات كثيرة بسيطة كنت أريد أن يكون زي زمان لأنه لا يرجع لا هناك في العالم ملحنة 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 موجودة في كل مكان لكن لا تدري أين ممكن تسكعها هناك ملحنة ملحنة موجودة في بداية اللعبة في المشلوم كينجم ملحنة لديك فرصة واحدة لأنه الفرصة الوحدة أنه تودي يمشي ترقى فوق رأسه ولما يوصل عند الباب تنطط فوق الباب بلا أن تسكع للكسيطة لكن في الجديدة لا بعد فترة في نفس هذا المكان فيه كده يتمشون تصير تقدر ترجع لها مرة أخرى أول كان لا خلاص تنطفق أي واحد فيهم وتنطفق المكان واصلا عادة في الجست هذه أو المكانت كلها كلها عملة قرش أخضر فراك كوين الفراك كوين يعني عملة نادرة أكثر من العملة العادية ولها محلات خاصة تأخذ فيها أشياء نادرة بعد أول كانت الفراك كوين هذه محدودة في اللعبة الآن لا مو محدودة لأنه صار من التغييرات اللي حطوها أضافوا أضافوا وحوش ممكن يعني يتقابلهم بشكل عشوائي يطلع منهم يعني تقول زي نسخة أقوى من نفس الوحش واصلا يصير عليه كده سبيشل مدري إيش يصير يعني هلث حقه أعلى وضرباته أقوى هذولي يعطونك فراك كوينز فما عدت صار الفراك كوين محدود مرنادر مرة أي ما عدت صار محدود تقدر تجيب منه واجد نائس يعني سهلوا اللعبة أكثر آه ما أدري شو نقول كده سهلوا بسطوا أكثر سهلوا تنقل أي بس كتحدي ما سهلوا أكثر من اللعبة القديمة بالعكس يعني أضافوا تحديات شوي بس بشكل عام لسه سهلة اللعبة أوكي فعني اللي مرة 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 داخلين ديب في الاركي جي بشوفها شي مرة مرة سهل وما فيه يعني تحدي لكن يعني تجربة نظر تجربة كاملة ممتعة ما فيهم استويات يعني في بعض الوحوج لا لا قسف بداية اللعبة يقولك إيزي نورمال هارد ألا فيه بريزي و نورمال بريزي 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 بسطوا على اللعبة صراحة حلوة فهذه سوبر ماري أور بي جي على السويتش وعندنا بعض تقييمين من خالد بس اتنا بس اتنا يلعب هنا ويلعب هنا كذا شوف روبوكوب مخلصها لي فترة بس نتكسرتك بالرديو أوكي آه روبوكوب خسفت فيها يعني على خفيف على خفيف كيف يعني جيدة أشوفها كويسة يعني بشكل عام يعني بذلك تجربة الشيانة كانت عرفت اللي شدتني من الدمو وتكلمت عنها قبل كم حلقة حلوة عن الدمو نفسه اللي كان في وقت الستيم فست وكشفت أن الساب فايل حقي اللي كان في الدمو ينتقل معي في المين جيم أوكي حلو فإن بديت اللعبة طلع لي لود جيم على الآخر شيء وقت فيه آه بديتها يعني تجربة بشكل عام كانت ممتعة فيها سربائة كثيرة بس في نفس الوقت يعني الفريق نفسه اللي هم مشتغلوا على التروم نيتر آه الاني نيشن يعني فريق ذا أثبت نفسه أنه يقدر يسوي اي بيز عنوين يعني من أفلام مشهورة أو عنوين مشهورة بطريقة يترجمها بطريقة حلوة كاللعبة آه اللي أخذ روح الفيلم كمان يعني يجيب صحح فيها من أجواء الفيلم بس أنها ترى مو ماخذة مية بالمية من الفيلم يعني الفيلم لوه كان جدي ما كان عبيط الثاني كان في عباطة لأن كان فرانك ملر كتبه طب لأن الثاني ثاني تحتوي بال ثاني كان فيه شوي خربيط كوميكية لا دخل رواتشمند كن كنت أرى الناس يقولون أن الواجهة حقتك أنه فالاوت بس بعدين طلع أنه العكس أنه فالاوت هي اللي ما أخذه من الروبو كاب أنا ما كنت أدري أنا زيك ترى ما أدري شيئا بس أنه أنا ما أتضايق صراحة من اليوائي اليوائي كم مرة سمبلستيك وكل لا أقلت أنه أحد تضايق منه بس أنه أقصد أنه ضحكت على سلفة أنه طلع بالأصل فالاوت هي اللي ما أخذه من الروبو كاب الكمبات طبعا هو أفضل شيء في اللعبة طبعا الشيء اللي كنت خايف منه أساساً وش تسوي باللعبة؟ أنت تلعب فرس برس شوتر طيب اللعبة مرة تعتبر لينير خطية بس فيها جوانب ساند بوكس يعني فيه جزئيات في اللعبة فيه شابترات أو مراحل في اللعبة تكون أنت في المدينة في المدينة في تيترويت وتمشي كأنك يعني بزديا سيكس كذا عرفت اللي تمشي في المدينة تقصد كوستات تعطي مخالفات الناس ويعطيك عليها أكس بي فيها طابعة أربية شوية فمثلا شفت سيارة موقفة جنب مثلاً حق المطافي تسوي لها سكان تقول لهذا مسوي مخالفة تحطي لها سيارة يعطيك أكس بي عليها السواء هو تقدر تعطي أي واحد مخالفة حتى له مخالفة؟ لا لا بس أشياء محدودة لازم تلقى لازم تحصل لها سكان أصلاً أنت روبوت تمشي عنه مرة كنت ماشي لكثنين لا لا بيا فيروس أنا ما عليك مرة كنت ماشي لكثنين عصابة مضربين مع واحد هوملس رح تكلمتك هذا مخالف للذوق العام خذ مخالفة آه ذوق العام لازم تلقى على واحد دعم له أبوك تعاملوا مع واحد مسكين و هوملس لا لديه شيء بس فيها كولباكس لأفلام فيها سات كوستات سات كوستات صراحة كويسة في اللعبة ما كانت شيئاً أبداً لكس مبسط فيها فيها سات كوستات كولباكس لأفلام يعني إذا انت شاهد الأفلام بتعرف رفنسات اللي حقيت سونا تحسس جوة كأنك بحارة في سايبر بوينك كده مصغرة البيئة حق اسمونا ديترويت القديمة البيئات حلوة اللعبة نيلينجا فايف فمو ماخذين موضوع انه اف خلن سوي شيء أجمل شيء في الحياة بس الأستاتيك حقها بشكل عام الجو التوجه الفني ونظيف يعني يشوفها ممتاز وقاعد يصور ديترويت بشكل بالأجواء حقية الفيلم نفسها كيف انه كلها عصابات وتحسن الدنيا كلها واصخة حرفت هناك نايس يعني حسن مثال في واحدة من سايت كوستاتي يضحك أنت واحد واحد بيئ لا أردت تروحون تخشون محل كاس VHS يبعون كاس أشطت فيديو أشطت فيديو يقول يا أخي في فيلم ناس يسمى سايت كوست حق لكم دورون اش اسم الفيلم اش الفيلم اشتركوابشن حقه يوم لقى الفيلم عرفت هو كان يقول انزع عنده اسم معين يوم لقيت الفيلم يقول لك اوه لقيت الفيلم صح هو جاب نفس الاسم باس لنا بطريقة ثانية كا عكس كنا عمران بلا فيها طابعة كوميدي اشتركوا Over the top المهام الرئيسية هي نبرتها الأفلام أساساً كوميديا السوداء سودوية جاية شوية الشخصيات ما كانوا صراحة هم جايبين لشخصيات من الأفلام حقهم المودلز أنا عارف أن الروبوكوب نفسها جايبين حتى في الشرطية الشارع أحمر أعتقد هي نفس الموثل حقتها أعتقد بس هنا حسيتهم مو ماخذين حقهم بزيادة حتى الروبوكوب نفسها يعني مو ما أعطينا زي ما تقول ظهور كافي في المحادثات حقتها عرفت صار كان شخصية RPG ميتة أكثر من كوننا الروبوكوب نفسها ماذا تكصل؟ يعني أنت لما تكلم الشخصيات و يكون بالك ديالوج معهم حلا ما تحس أنه فيه برسناليتي شخصيته تحس أنه كان روبوت حرفيا عرفت ما عنده ما تحسن هو ما كان كده في الفيلم؟ لا في الفيلم أوكي روبوت لكن لديه فيها إنسانية وسطه لسه عرفت هنا ما أدري ما حسيتها بطاك الزوت ثاني شي فيه اللعبة تغطي شيء موضوع الهو الهيومانيتي أو الانسانية حق الروبوكوب أنه هل هو إنسان هل هو بشا هل هو روبوت ويخشون في الموضيح هذه بس ما تحسهم ما تحسهم حبكوها عرفت لأنه مدخلين أكثر من سالفة في نفس الوقت أوكي واللعبة محدودة مرة يعني لعبة 15 ساعة ويحبو ذبي لك بـ 16 بلغت في القصة بس كلها ما تحسها إكسكيوشن حقها كويس يعني ما يكون في لها نهاية يعني واضحة مخير وتحسهم يبون حطوا لشيء كلها عشان وديمسون جزء ثاني فقعدي يدبون كل شيء في هذا الوقت أحسها مشت يعني أتوقع ما استغربي إذا بيعلونه إن جزء ثاني الصدق يعني هم اللعبة لها شعبية صراحة أشوف بين الناس والناس اللي حبو ترمينايتر رح معجبين فيها الواضح ميزينيتهم أحسن من قبل يعني شعبية بسيطة نسبيا مع الزحم اللي صاير بالسوق وتعتبر دبل اي اللعبة أنا لا أحب ديك ميزينيين الضخم بسيطة لدي صور عن بسيطة 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 كيف تيطة تصوّو وبسيطة مميز لا يوجد كيف تشعر تشعر ايه تشعر ايه يعني هيتشات ايه حقا فيه 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 في الفيلم ما شورا يطلق بما كان حساسا ايه 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 مميزة الانوميشنز ايه في الانوميشنز كيف تشعر فيه فاتس مثل فالاوت لا لا يوجد لا يصغب بها الشكل إلا ما تصوب أنت إلا ما تصوب أنت فيه يصير عليهم زل لوكون بس ما يوقف بس ما يصير سلو موش أحسن من فاتس يعني أحسن من فاتس بس أنه عرفت الهتشوتس حلوة فكلعبة عجباتك بس الكتابة هي الكتاب هي اللي مرة تلبيه عرفت ما كانت يعني مكانك لي يعني ما كانت مرة محبوكة صراحة يعني بهذا مع الكتابة الكتابة يعني ما خلصتها ماشية مع اللعبة نفسها هم عرفت كما كنت هذه اللي حاولوا يشوون يخلونوا فيديو جيمي بس أنه ممتماشية مرة يعني لعبة بوينباوس كده ايه يعني كده ننتظرها رأي من الفيديوهات التي شفتها كأنها من الألعاب اللي كده أول سنة سنتين من 360 أيوه لأنه بس كده شوتن أنا كنت اقول لأحمد أن اللعبة تذكر بديه هارد حق بسيشن 2 بذكرنا ايه انا اتكر حقي بس 1 ايه بس 1 top down ايه بس 1 top down انا كنت مأمل ان تكون اقرب الالعاب star breeze يعني زي the darkness مثلا ولا لا انا انا افضل صلاة ايه يعني موب زيه بس ان تحاول ان تتواصل بس الحين بعد ما خلصتها اه قاعد يقول لي اخي ذرستوديو ينفع يسوي روبوكب اه ليه روبوكب جاجدرد ايه ايه انا قريب مرة من بعض ايه و حش جاجدرد ينفع اكثر اه كان عنده لعبة على سوبرا تندفان السوق الممثل لا مرة الممثل مالا صح دكس القديم دعين سيهو واحد جديبا نفسها ايه امسن صالف بالفيلم عدار الطالي فااة تجربة لطيفة صراحة وما كانت لعبة طويلة صراحة نايس خلصتها يمكن في امين خلاصا ايام كذا هل تلعب على البي سي وهي موجودة على بي اس فايف والأكس بوكس بعد نعم و لعبة كالثانية لايكا دراغن و غايدن الشخص الذي لا أعرف اسمه و أول ربع ساعة عرفه منه و ماذا فعله؟ أول ربع ساعة؟ أول ربع ساعة عرفه منه لكن نعم لايكا دراغن هذا مفترض كان دي لسي ممكن تلعب لعبة سواء في 6 شهر نعم كما ترى هل تكون دي لسي؟ لا أدري لو يكوزا 7 او يكوزا 8 لكنه بريكول هي أحداثها تغطي من الجزء السادس إلى الثامن تقريبا ماذا صار لكيريو في الفترة ذلك؟ في الزمنية هذه فهم بل جزء اللي فات كانوا يلمحون يعني وش وضع كيريو ماذا ورأك يعني وش اللي صار؟ كيريو يطلع في جزيات متأخرة في اللعبة و لا تدري ما سلفته هنا يغطل لك شي هذا من بعد السادس فهمت أنه يطلع كأنه باداس كاركتور يدخل دخل قوي و يسوي جاو بس ما تدري أنت عن الباكستوري ما حسهم يعني قصة حلوة بس ما حسيتهم غطوا كفاية من القصة في تام جيمز غريبة كذا يعني صارت مع بس أن بالله إذا ستة شهور الصدق يعني صعبة أن يطلعون بشيزين أنا في شيء يعني لاحظته ما قلناه شكراً يا كيو آي أم أم على السبسكريبشن تكلاً أفيا تأخرناهم زبان حاطة شكراً و طلع و ريجع و طلع نعم نعم فالتجربة بشكل عام يعني خذت مني تقريباً حول تقريباً 20 ساعة نعم مع المهام الجانبية التي سويتها أسمعت أنها بطيئة يعني بدايتها تأخذ وقت لما تبدأ بداية أخذ وقت و أتوقع هذا كل يكوز ترى تقريباً كما دائماً بدايت أسمعت أن هذه خاصة يعني أبطأ من العادة نعم هم كانوا يقومون بشيئ الأشياء اللي صارت قبل و يعطونك زل ركاب ماذا وضع كوريو و ماذا وضع الحين و ماذا قاعد يسوي لماذا صار عندها أسلوب قتال جديد أكي وهذا أول شيء يعني بطرقها الكومبات صار مرة كويس يعني من زمان ما شوفوا التطور طبعاً جابوا المكانيكيات حق الجاجمنت جاجمنت في الكمبات حقها مرة ممتاز يعني يطوروا عليش على اللي يكرسون في يكوزة فجابوه وحطوه هنا فصير مرة مناسب مع توجههم جديد خصوصاً محولوا في الأجزاء رأيسية صارت ربي جي بطرن بيست طقر وطرق هنا لا، هنا تحسوا مطوروا وأنا أتمنى أنه مستقبلاً إذا بيسونا تزاجين بيها زي كذا قايداً مثلاً يخلونا على نظام الكمبات اللي هو الأكشن صراحة لأن الكمبات كل الثنين عاجبني طبعاً أقول زيرو أنا هي الوحيدة اللعبة غير سيفن تحب ترميد راكيا سيفن تون بيست وزيرو أكشن الأكشن كان ممتاز ما كان أفضل شيء سيفن طقني وطقك ممتاز أنا أكسد أنه إذا بيستمرون على موضوع القايدن اللي هو الأجزاء الجانبية هذه لأن خصوصاً جاجمنت ما توقع بيكملونها أنه صارت سالفة في مريبان مع الأجنسي الممثل فتوقع تواهقوا معهم يمكن يحولون على موضوع قايدن يخلونا محدود على شخصية يكوزة عالم يكوزة ويسوون قصة الجانبية زي كذا فالقصة تبدأ وهو كذا كيريو يبغى يترك سلوب حياته الظاهر ويوقف العنف وترك سلوب حياته تقريباً ودائماً هو يوقف العنف من يومه هذا القيمك حقته؟ من يومه هو يوقف العنف ويطلق الناس على بطونهم بالمسدسال دائماً في عدم تناقض تناقض مع كيريو هل تحس أنها ضرورية إذا أنت بتلعب الجزء الثامن أنك تلعب قايدن؟ إذا أنت شخص تحب السلسلة أكيد ضروري خصوصاً يعني اللعبة في الجزيات الأخيرة تكافأك كثير تكافأك إذا أنت شخص لعبت السلسلة كاملة في جزيات في اللعبة يعني من ناحية تحبك تقصة مرة بيتوف يعني في حاجة صارت مرة أنا ما توقعتها حسناً فعندما صارت أنا قلت لماذا توقيت كثيراً فيني؟ لا تطرق التفاصيل بس أن أحبكوها هنا أرسل التفاصيل لبحر الرعب بحر الرعب أصلاً أي بس الحال الخاص بس أنه بشكل عام تجربة حلوة القصة متذبذبة من حوارات مستوى الكتابة مستوى الكتابة مستوى الكتابة يعني يعيد نفس الكلام الذي قاله شخصية ثانية مع نفس الشخصية مع كيريوم مثلاً فيصير رفير الدندنسي في المحادثات أردت كيف؟ مراتي خلينا يضطرني سويس كيب طيب نفس المحادثة يعني أن اللعبة قصيرة مرة بعد نفس الشخصية رتم القصة مقارنة بالعب يكزة ثانية ترى مرة ممتاز لننهى قصيرة نعم مراتي يكزة لما تصبح طويلة الرتم يموت في النص تقريباً مرات هنا لا الرتم ماشي ماشي تماماً إلى النهاية يعني البلد أبل الكلايماكس كمرة ممتاز والله على السرعة ما قاعدين نزلون الأجزاء تحس وديك لو أن تقعد يعني بهالحجم أفضل أتمنى والله تصبح كأننا مسلسل بدل أفلام بصار تصريح لهم عن إنفنت قالوا أن تكون أطول يكزة أشوفي يعني من عرضوا جزيرة تانيب الكراسين كشي جانبي أوكي هذه عملاقة في حاجة بعد عجبتني نظام الفعاليات الجانبية في العالم تساعد الناس تلعب كريوكي تحفزك يعني محفزات أنك بدل ما يعني إذا أنت تسويها لحالك بدون محفزات مرات تطفعش أو أنه ما تكون منتبه لها هنا حطولك شي زي ما تقول تروح تكلم ناس يقول والله أبو ودي أسمع أحد يغني أغني أغني أفلانية في الكريوكي طبعا إيش المحفزات يعطونك عليها أكس بي وفلوس فإذا ما تسويها لهم أنت يعطونك عليها مقابل مثلا وانت ما شف الشارع تحصل الناس بإعصابة حشرين وواحف في الزاوية إذا انقذت يعطيك مثلا فلوس والأكس بي فحطوا محفزات بسيطة أشوفها حلوة إضافة حلوة ولو دخلت مع العصابة طب فرشت المسكين ما في أكس بي ما في أكس بي طب يأكس بي طب يأكس بي ما عليك كريو الويت نايت حق اليأكس بي طبعا ما أتصر هم في الفترة الزمنية اللي فيها هم يعتبرون اليأكس بي لأن هذا الواقع حاليا في اليابان فهم كذا أعرفت الفتاة موجودين في العالم فلعبتها على البي سي أعطيتها جيدة جدا أربعة قدوب اللعبة موجودة على الجيل الماضي والحالي بي اس فايف بي اس فور اكس بوكس وان و بي سي ايه و اكس بوكس سيريز تمام فهذه تقييم سوبر ماريو ار بي جي روبو كوب روك سيتي و لايكا دراغن غايدن The man who erased his name اللي فاتت الألعاب اللي مرينا عليها ونخش في إيفنتات حضرناها كنا في هذا الويكند معزومين من مانجا بروديكشنز يعطيهم العافية واطلاق ثلاثة من ألعابهم هذا الشهر يعني الله يطيهم العافية ثلاثة العافة ربا عام نفس الشهر بينهم كم يوم بس اللي فرقوهم مزين يعني بروديكشن احسوا مكروفين مساكين بس انا حزمان مدخل توقع الفريق هي صادفة صادفة انه ايه تجمعت كلها مع بعض فالحدث يعني كان على رأسه يعني لعبة جرانديزر هذه الكبيرة كان في لعبتين ثانية السنافر سجين الجوهر الخضراء هذا الجزء الثاني وفلاشباك 2 هذه لعبة من تسعينات حسب ما فهمت كانت مشهورة الأولى فلاشباك وهذا الجزء الثاني الكبير يعني لها الحين فجربنا السنافر وغرانديزر كيف شفتوهم؟ والله السنافر يعني من اللعبته أنا لعبها حالياً طيب يعني بعد هذا عطوني نسخه وقعد لعبها حالياً بقيمها السنافر بالله ممتازة صراحة يعني من اللعبته قاعدت تعطيني أجواء راجتين كلانك بس على عالم السنافر حتى هم هناك كانوا يقولون استلهام راجتين كلانك فعلاً تشبه راجتين كلانك وأظن هي كانت أعلى لعبة جودة يعني فعلياً يعني لعبة مصقودة مصروفة بالمقابل يعني جرانديزر كانت كذا مشروع يمكن شايلة النستالجا اللعبة جميلة بصرياً بس بسيطة يعني ميكانيكياً ما فيها يعني أقرب الألعاب الموسو يعني كنا دينستي غوريورز يعني وهذه الألعاب بس عجبني أنهم جابوا الممثل الصوتي جهاد الأطرش جهاد الأطرش يا الله يطول بعمره يعطي العافية رجال كبير يعني بس ما شاء الله عليه يعني لا زال يعطي هو الوحيد من بين كل فوساكترز حقين الشخصية هو الوحيد يرجع من مثلين القدامى من كل الأصوات يعني لا شي جميل الصدق ومسمعت صوتها كان شي رهي مبساط وشوفنا بعد النسخ الخاصة حق تغرانديزر كانت معروضة نسخة المجمعين فخمة الصدق فيها كتيب الأرتورك اللي جمع أشياء حتى قديمة اللي كان يتابع الأنيمي الظاهر وتوجه الجديد يعني في هذه اللعبة باكس حديد ومجسم كان مجسم فيه طيارة ولا يتهيالي لا 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 كان بس جرنديزر الضارة مع واحد من العداء أو كذا مدمرة فمانقا بروداكشنز الصدق بشكل عام دعسين يعني كأنه قدامهم يعني أعلن أو لمحوا أنه قدام يعني جاي مشاريع كبيرة أو أشياء بيعلنونا فالعيون عليهم الصدق والفريق اللي يشتغل يعني في مانقا أرسلوهم يتدربون في استوديوات كثيرة عالمية ورجعوا الحين وبيبدأ أثر رجعتهم أتصور يبين في مشاريعهم القادمة قدام وطبعا خالد أنت اشتغلت معهم على خفيف يعني اشطفت مانقا بروداكشنز جرنديزر وفلاشباك فشهادتك مجروحة يعني الحين كذا مرة حقيم جرنديزر بس كانت تجربة من أفضل تجارب المهنية اللي اشتغلت معها جميل فمغامرات الفضاء جرنديزر وليمة الذئاب متوفرة الآن والسنافر السنافر طالع من بداية الشهر متوفرة أيضا فلاشباك اليوم نزلت فلاشباك اليوم كيف استقباله ما ادري والله أنا ما جربت ما شفنا تقييم ما شفنا شيء تمام فهذا كان حدث مانقا بروداكشنز مشكورين على الدعوة ونحول إلى ألعاب لعبناها عندنا عمران ايش فيه دخلنا ألعاب لعبناها ايش فيه خلصنا التقييم دخلنا ألعاب ذكرنا ما اللعبة اللي أبدع واش سميت أنت ايش فيه تاكسس 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 دبد لابد نعم 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 هو نعم فقط لأن العائلة تلعب بريد شخصية وحدة انتم 3 ضد 4 ثلاثة قتلى عائلة فلا what we are ضد 4 نعم زحمة نعم فالفكرة حسنة 7 من فاعل소� اللي كان أول إجبارياً إنه لازم يلعب الشينسو اللي مدريش يسمونه ناس اسمه لذر ماسك تلعب فيه إجباري ذا والبقائين يأخذون اثنين من أفراد الفاميلي في أفراد في فاميلي عندك كيسي وهيشهايكر واحد ولد كمان ماني ناس اسمه واحد أب الأب فكلهم عندهم مابلاتيز ذولي يساعدونك فهمهم مهم زي لذر فيس لذر فيس عنده أتاك كويس ويبدأ أصلاً في البايسمنت معهم فأنت تبدأ القيام وهم أربع ضدك وأنت تدور عليهم الأربع في البايسمنت هم يحاولون يخرجون من البايسمنت هذه المرحلة الأولى حقتهم أو الخطبة الأولى يحاولون يدورون ويدورون ومعك واحد ثاني إجباري يلعب أسماً أحد يلعب فيه كمبيوتر الجراند فاثر أو الجراند دادي أو اللي هو ماذا يفعل ذا؟ هذا عجوز هي العجازة البقية إذا استمع صوت يقوم يصارخ وإذا صارخ يطلع أماكنهم يعني انذار نساعد لذر فيس يساعد الفاميلي أبو عندي رقطة كيف يفعل الأجازة البقية؟ آه من تقصد إنها الأجازة ربما تزعجوا يقوم يصارخ انذار إي انذار عشان ينادي باقي الفاميليين يطرقونك مصح فهو هذا تلاقيه جالس على الكرسي حقه متشمس وازعجوه الأطفال اللي تحت فأول ما يفقون الباب وهذا أول شيء يصحى عليه يعرف إنه فيه واحد يفق الباب يقوم يصارخ وتلقى عليهم أحمر 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 ولكن يتلفله يمديك تلفله تخليه يتلفل زيادة فالليفل الأول إذا صارخ يجيك تنبيه أنت كالسفايفر إنه ترى عجوز صارخ لا تتحرك فإذا تحرك يبان شكله وقت الصريح أصراخ حقه زي الريدار زي الريدار فأنت توقف مكانك إذا تحرك فهذا لفل 1 بعدها لفل 2 لن 5 5 يوصل لن يعرف الفرق بين 2 و 3 و 4 و 5 بس اللي أعرفه حتى لو تتحرك حتى لو جالس حتى لو أنه يصارخ بكثرة كل شيء يصارخ وأيضاً السفايفر يقدرون يضربونه يقدر يضرب العجوز يرخون من اللفل حقه فأنت تلفله بطريقة الباقيين اللي هو اللذر فيس والباقي الفاميلي يجمعون علب دم يشربونه في تعطيه زي الأكس بي الدم دم فعندك الفاميلي والذر فيس عندهم ثلاثة طاقات سترينك استامنا والعلبة دي حق الدم كل ما لفلت كل ما كبرت حتى نتشربوا أكثر هالعجوز وباقي الشخصيات كل واحد عنده التقنيات زي عندك سيسي الضائر اسمه هيتش هايكر هذول الاثنين يقدرون يخشون في الزقاق وبعض الأماكن يخشون إلا فيها السفايفر بس هم يخشون بس أنهم ضعيفين في الآتاك بس أنهم يجرون وعندهم سبيشل زي سيسي تنفخ عليك الدم أقصتي يسم هيتش هايكر يسوي لك ألغاء فخوخ سيسي يمحها مقصة أي مشرط مشرط طيب مشرط معها والثاني معا مقص فأنهم ضعاف في الآتاك بس أنهم كويسين إنهم واحد منهم يسوي فخوخه سريع وعنده استامنا يعني كويس والثاني إنه جيسي الظاهر يسم والله ما نذكر يسم بس الولد الأخير يقدر يشوف البلتي حقه يقدر يشوف خطواتك يشوف دعسة عندك يشوف أنه أصفر شوف أصفر بعد أن تفك البلتي حقك وتمشي شوي وتراقب الخطوات حقته يا أخي أنا بعيد عن الألعاب هذه بس حلوة زي دبد أنا استمتح فيها بصراحة مو بشكل كامل أنا شوفها حق تبثوث يعني اللي مبسطون على التويتش يعني دبدالين الآن تراقامة عالية في التويتش بس حتى تكسس ضربت ولا تكسس ضربت ماتت والله ماتت ماتت بس سووا أبديت الآن يتكلمون عنه الأبديت ذلك أنا تابعت الأبديت حقهم اختصار الأبديت بيسوون مرحلتين جديدة ويضيفون واحد ثانية من الفاميلي تحس بترجع له أم أنت بترجع اللعبة أتوقع أني ما حرجع له لأني لبلت آخر الشخصي لما تكلمت عنه في الفاميلي الأب الشايب الخمسيني اللي يمشي ويظهروا كذا متنكس يدور يا ويره لا ترفع زعجتون زعجتون كلما يمشي تسمعوا يقول لك نويزي ونويزي مدري هذا أنا لأفيه دائما لأنه ما يعرف شي اسمه خصوصية لكذا أحبه يتصنت عليهم تجس تضغط R1 لبليت حقه وتدور على الصوت من فان جاي وإذا لقيت صوت عندما توصل إلى لفل ثري ومشوار لما تشوف واحد الفاميلي كلهم يشوفونه فأنت فضيحة فضيحة فرهيب هو أبطأ واحد بس أنا عجبني كيف بثر أنه يعرف أماكنكم ويعرف كيف يعطيك كالاوت للفريق كنا نلعب مع الشباب دائما لعبناه كثير وانبسطنا حتى السيفايفرز عندهم الشابس لم يلعبت بالسيفايفرز أنا كنت مستمتع بالفاميلي كانوا رهيبين ولازم يقلعون من فوق في لفل 2 ويدورون عندهم ثلاثة بواب ولا أربع بواب واحدة بالسيارة الكهرباء والثانية الغيت سوري قطرتك بس يعني زي رزنهيفر المولتيبلاير اللي عبناه واحد نظام دبيد بس لا يفرق هنا عند دبيد أنه في القيام الواحد فيه أكثر من صفح صفح واحد وعنده ثنين من نفس قوته ما يحط أداء مثلا بس كل واحد يعني هذول الاثنين اللي معي فيه ناس تتحكمون فيهم نهي نهي اللي نقصدون والسوربايفرز لازم يحلون الغاز شنو يطلعون لهم راحة ثانية نهي زي المطور نهي نفس نهي نفس دبيد إنه لازم يشغلون المطور أتوقع أتوقع لي نمشي دبيد مقارنة بالعب مثلا تكساس وحتى إيفل ديد لما نزلت كان عليها ببداية كان عليها بص بعدين مات أتوقع انه ما يبيز عشان كذا نقبه شوي مقارنة بالدبيد اللي هي لعبة مالها دخل بس مدخلين جايبين عيبيز معهم جايبين كثير جايبين وبعدين لا شوف هذا مشيه أكثر دبيد حشتين كويسة عندهم اللي معيش دائما يسوون الحركة اللي تزي أوفورواتش اللي يغيرون البلت شوي عشان يغيرون الناس غيرون المتا المتا يغيرون دائما طيب غير انهم يضيفون شخصيات دائما ضافوا آخر شخصية اربش مين شاكي 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 الصغير ذا جابوه نحن جابوه توم جابوه آخر واحد يضيفون شخصيات ممتازة عشان كذا الواحد يضيفون جابو آيليين حتى آيليين حق آيليين آيليين مع الشخصية الثاني البنت اللي جابوه من السوفايفور ايه اوكي ريبلي فايه و جابوه حتى جابوه ثيم حق المرحلة حقت وكل شيء حلو ورهي بايليين فهذا هو دبي اللي عمعيش انهم دايما شغالين فيهم يغيرين المتاج باقيات ابطأ يعني هذا تكسس شينسون لعبتها لمدة طويلة ولا طوروا شيء بس اللهم ختمت الشخصية حقوة تلبلت والآخر شيء وطقنا اوكي ما في شيء ثاني مدين نسوي نلعب سوفايفور ناا ما لي نفس بس حلو اللعبة بلاش مرة ممتازة انا عجبتنا بزيادة بس انهم قفلوا شيء قفلوا شيء هذه الفترة الأخيرة اللي طلعت مننا عشان كنت ألعب مع اثنين معهم بي سي قفلوا كروس بلاي مع بي سي قفلوا أبدا قالوا تدري ما أنا أبغى مشاكل خلاص خلي الكنسل ممكن إذا العاب الأفلام يعني صعب أنك تستمر تصرف عليها صعب صعب لأنه لا لديك محتوى كبير لماذا تجلب محتوى ولا تملك الاسم أنت اذكر يفلداد عندما بدأ جاوبوا كم شخصية بعدين جاوبوا المستسرات بعدين جاوبوا حق الفيلم الريبوت جايسون كان اسمه نفس الشيء اللحظة وطلعته وماتت لأنه ما عندك مستوى بس هذيك أظن الشيء بعد اللي خلاها تموت بسرعان أنه واحد من المخترعين الشخصية رفح قضية عليهم وشيء كذا حق مين بالضبط جايسون حق فريديو ثلاث حسن الأسامي هذه القديمة دائم فيها حوسة ملكية ملكية أخرى بيط نعم مثل لديك ملكية بايد يمكنك تشتري شخصيات مونسترز أو المونستر والشخصيات الثانية اللي بفلوس اللعب اللي تجمعها يمكنك تشتري الشخصيات اللي ما هون لايسنس اللي ما من فيلم ولا من لعبة يعني فرض النميسس لا يمكنك تشتري من فلوس اللعبة أما شخصية هم طورين من اللعبة نفسها مطلعين هذه ما عليها لإمكانك تشتري بالنقاط للجمع لازم أتوقع لأملك الاسم بيأخذ نسبة لازم بيأخذ نسبة لازم تكون في فلوس في اليوم تمام تكسس أنا لقول لتجربة حلوة عندك تجربة حلوة مرة ممتعة أنا استمتعت بس أنها متعة ألطف ناروتو أكس باروتو ألتمت نينجا ستورم كنكشن تصغبوني أنا لعبت هذا أنت نعم لماذا كيف هل هذه لعبة مباربة وغيرها مباربة نفسها نينجا ستورم حسنا لا حين عايشين أصلا لقد قلت قلت ماذا المطور سيستم كنكت 2 مازال سايبر كنكت شكل رسالة منهم من قولهم سونا لعبة جديدة سووا حكام العاب ما رأيكم لعبة جديدة اللعبة غريبة آه عاد جمهورنا يبغى حكام العاب الله فيها نظام اللقاء حكتهم اللعبة غريبة اللعبة اسمها نينجا نورو اكس برو تو ألتمان تنجا ستورم كنكشنز مية جديدة عليهم مية جديدة سامي ديم مية جديدة اللعبة صارر فيها تو كمبين قصتين في اللي هو الميموريز اللي هو ترجع تلعبها لأجزال قديمة يا الله أحداث نوروتو يمكن صغير يا الله صلنا حين نتذكر نوروتو الأول نستالجا مية جديدة سكيب قلنا ما لعبت لأجزالي قبل هل تختارها الكمبيزة آه تختارها وفيه ستوري جديد اللي هو اسمه سبيشل سبيشل مود أو سبيشل ستوري هذي حق برو تو أوريجنال ستوري ما ندخل بالأنيمي نسونا للعبة فكرة القصة وما فيها أن برو تو يشتري فيار ويدخل العالم فيار فيار شات وعلى أساس أنه أبو نوروتو فهو على شكل أبو نوروتو يقابل ناس كانوا فيار شات كانوا من لعبة أمو وتقاتل معهم ومدريه فصار كنا عشان ما يأثر على القصة فصار كنا أنميات هذيك صار جانرة هذي أمو تصير واقعي إسكاي فهذه قصة برو تو صير نظام كنا حلقات أنت تابع برو تو لا في أحد يتابع برو تو هنا لا يمكن هم والعشرين حلقات شي زيك ولا زيك أنا بس شوية من بداية جاء أرك مو بطال أنا أكثر واحد تابع برو تو من بأيد من بأيد ما ودي أقولك هم حلقة شيء سجل طوار وصلت 150 هنا يا لطيف أنا مودي كاملة يوم أنا مخيص الصدق أنا أعطيت فرصة طويلة لأني أحب نارتها بس عيا كده اللي بتهل سلايس اف لايف الظاهر إلى 200 حلقة والله لأننا أذكر كان فيه سلايس اف لايف أول هيا في البداية مرة طولوا فيه مرة مرة طولوا طولوا بعدين تروح مليان فلرز مليان فلرز كل شيء يلحق المانغا كل شيء يلحق المانغا ويعني فيه مقاطة من المانغا ها ممكن تروح شوفها تحمسك بس في النهاية تحس أنه بوروتو مرة صار شيء مختلف تماماً عن ناروتو لم يعد تصار فيه دنجاز ومدري إيش يعني لسه المسمى حق دنجاز موجود بس صار فيه روبوت ودخل تكنولوجيا وي وإيليانز ومرة راح بيد يعني بس تابع المانغا تتري اكثر شيء كبالنسبة لأي ترنافي أبوما سمعت الأصوات اليابانية ناروتو هو كبير لعين رجال وبعيال نفس صوته نفس صوته هي شكل مالكة واحد يقدر يكمل بوروتو نفس صوته زي دراجنبول هذا المشكلة يعني شب دراجنبول أتقبل أكثر عرفت بس ناروتو لأنه خلق كبير يقبل يعني بس هنا ناروتو قاعد يقول لا أخي خلوا عنده هابا شوي لأن ناروتو فيه سيريس أكثر شوي يعني بقارنة بدراجنبول عرفت بس يعني وليس بشان كذا يعني هو بس أنا خلاص كبر ما ينفع الصوت هذا مرة يا ممناسب شكل في ناس كذا صوتهم يكبرون بس أشي نادرة يعني بره أنا أنا ما أتفق الصدق أنا ما حسيت أنا حس عادية مشكلة ومثقل صوت الصدق هي واحدة اللي تمثل صوت مباحة هي صوت كوريرين في دراجنبول آه أوكي انجلدت هناك وجدت أشكده واحدة من الأفلام دراجنبول الأخيرة كوريرين نغمة جواله نغمة ونبيس أوكي أشتخل أصب أشتخل ونبيس لا أنا ما دخون بيس لن أخبط لن أخبط لن أخبط لن أخبط لن أخبط آسف صوت كوريرين نفس صوت لوفي آه لوفي أوكي كري 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 ما يباد بس الكومبات نفس الجزيرة قديمة نفس أي لعبة نجسره ونعبتها قبل أفترض لنبس شخصي أكثر الروستر كبير كمية الشخصيات نورة الحالة في أكثر من فاريانت له أكثر من نسخ من أول كامل العاب صدك من أول من أربع جزائي قبل نعم هنا الروستر تقريبا جابوا الروستر كديم كله حاطينه في اللعبة كاملة تقريبا حول ما حسنتم أن يكون حول أربعين شخصيات ومسين شخصيات فهذه سماش ألتمت تقريبا الكومبات نفسه الكومبات اللعبتها نفس الشيء تقريبا ألعاب ننجسروم القبل نفس التحكم ما حسنت أن هناك شيء جديد في اللعبة أكثر من أن القصة الجديدة بورتو ممكن بعض يستمتع فيها الذين يحبون نوروتو بشكل عام فيها ستوري خفيف ما يلطيف ونظامها حلقات يعني انت خلص الحلقة في قتال يصير خلصت الحلقة حلقة اللي بعدها ما فيه مثلا ما فيه نظام عالم مفتوح أظن لعبة بورتو اللي قبلها كان فيها حسب اللي فهمته السؤال الحين لش لعبت اللعبة اوالا مجيت اوالا مجيت وش طاري اه بس كدا يعني عشان ريفيوه اوكا 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 اطيك رافيه الله بك فهذه نارته اكسبورته Ultimate Ninja Storm Connections اخيرا مارفل سبايدر مان 2 بس عشان خلصته قبل كم يوم كيف احلى سبايدر مان اوه اوه كلعبة ممتعة اوه اكثر من الاولى كقصة سامجة الصدق يعني والشخصيات زلايب يعني الليدز اتنين كل سبايدر مان يعني يعني طفشت منهم خلاص فهمت انكم طيبين يا شباب يعني بس يعني خلكم شوية واقعية بالتعامل يعني طيب هل هل مثلا هل نقول المراهقين ولا شي ممكن يستمتعون بهال هل المراهقين اكبر بعد من هال التمثيل الصدقي يعني فيه شخصيات تحاكي وتكتب المراهقين بشكل افضل بكثير من دولة يعني اشكالية سبايدر مان الحين الالعاب انه عندك افلام وعندك سبايدر فرس الطام الكبرى سبايدر فرس هو اللي جاء وخرب الجو لانه حط مستوى كده خرافي يعني حتى بالكتابة حتى بتصوير الشخصيات وبعدين وتوم هولند يعني يسلك اموره بالكوميديا يعني بخفة الدم يعني والكتابة بس هذولا لهم يضحكون ولا ان تهتم قصصهم يعني لانهم مروا طيبين بزيادة عرفت اللي اللي بالروح ايه كل شيء اللي الدرجة تحوم الكبد يعني اللي خلاص يعني اللي فهمنا انكم حليلين وده وحتى الاعداء يعني ما يوصلون لدرجة عداوة اللي يمكن كريفن يعني لحده ما بس ماين عطى وقت يا الصدق فنم ما كان مرة يعني كتابين نفس مشاكل ألعب الجي أربي جي خلنا نقول من ناحية أنه أوه يلا خلنا نروح نحارب قوت الصداقة بعد في حاجة كانت قارتني بعد مايرز بخلينا ماريسوف يعني كيب ما شاء الله فنان كل شي درجة نبيتر قول أوف ولا زيتني زيك أردت لي أردت لي ليش أنا ضايقني هذا الموضوع بس يعني أنت كذا يعني قيمة بيتر راحت وانت قاعد تحاول وانت قاعد تحاول في اللعبة تورين كيف أن ماريس يرى بيتر يعني هو القدوة حقته بس انت قاعد هنا هدمت القيمة حقته الصدق أنا بساطة بماريس أكثر بيتر يعني كان خلينا هو مشا الله عنده حلو لكل شي عنده حلو كل شي أنا أقول لك أتوقع لي صار أنه لأنهم نزلوا ماريس ماريس الإكسبانشن وقدموا الشخصية بعد وجهس يعني يوم جهس بايدر برس واستقباله لشون كبر سبايدر برس تحسسه صار أكبر من سبايدر مان تحسسه تحسسه اللي يودهم أنه خلاص نبي نعطي مايز يعني منصة أكبر ولأنه الكلام بعد في ناس يقولون أنه شكله مايز هو اللي بصير الشخصية الرئيسية تطريبا بس ممؤكد هذا الشي الصدق حتى إذا خلصت اللعبة ما تدري ما شاي يوريك ما شاي يوريك أنا لدي مشكلة كبيرة مع أمجي 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 أحسسهم كذو مدخلنا غصف في السالب مرمحشورة بالقوة أنا لدي مشكلة لديهم أمجي بس لا تدخلونا بطريقة هذه وأحس بشكل عام يعني كتابة الجزء هذا نشغله بالكمية فوق الجودة نحشر كل اللي نقدر عليه يعني عندنا ميزانية وعندنا فريق وسوني تدعمنا ويلا أكتب كل اللي مجدك تسويه وحطه والنتيجة رأيت المحادثات اللي تأتيك بين المهام أيوه إذا أحد يعني تسمع الرادو أو اللذاء الجزء هذا حرفياً ما كملت ولا واحدة أنا ما كمل لأنه أطلع منها أروح للشي ثاني على طول مباشرة تبدأ محادثة جديدة من كثير من العالم متروس يعني هذه مبسة البية بس مثل الوقت يعني اللي مصر فيه متنفس إنه القصة تطلع يعني لأي شيء حتى زين محطين يعني حطين في حطين كلام بيترا وميلد إذا أتكلم ودخل على شيء جديد يقول له معلاش برجع لك بعد شوية إيه ولا أرجع يا ما قفلت بوجيه العالم ولا أرجعت له والله أنا قفلت بوجيه العالم كثير وحياناً تجيك محادثات يعني أنا ألعب مثلاً بـ مايلز تجي محادثة من أم جاي إلى بيتر وتسمع بيتر يرد وأنا قاعد ألعب بمايلز طيب وش السابقة يا شباب أنتم فتحين جروب شات يعني وش اللي صاير يا جماعة فتحس من كثرة المحادثات ويبدو أن يحشرون كل شيء فتشتغل أحياناً كده بس كان مديم يخلون متنفس لـ DLC أعدان يعني إيه ما كان له داعي تنحشر به الشكل الصدق أمبسطت بالعالم خارج يعني يوم وقفت أمشي بالقصة الرئيسية أمبسطت بالعالم وأنت مرشى فيها أكتب كثير من لحك القصة في لحظات في المهام الجانبية حلوة كانت لطيفة كده تأخذ متنفس عن القصة وبعضها تكون شوية درامية وتعطيك كده فيه طابع إنساني أكثر القصة أعرفت فيه مهمة اللي تلقى وش اسمه؟ الشايب جرام باز لاستر أذيك عاد حلوة أذيك عاد حليلة أوكي طيب عطونا أشياء زي هذه كنت تقعد معه تقعد نفسك تفكر على الأشياء اللي قاعد يقولها أوه صدق نفسك وحتى شخصية سبايدرمان بذيك اللحظة كانت أوكي هذا حسيته هذا سبايدرمان هذا بطل أعلم في العادة يعني في الكاميكس أو الذكر في الكارتون اللي كنت تشوفه يضحك هو يزيزي ما له شخصية هنا ما له أي شخصية لأن أساسا الشخصية اللي يقعدي اللي ماخذ مكان في فينم والأسباب حقيتها مختلفة عن الشخصية اللي في فينم الأصلية أصلا ما أتوفقها ما أتوفقها ما أتوفقها ما أول مرة هو يصير فينم بدون ما نذكر بس حتى لو لسه السمبيات مفروض يكون لسه عنده شخصيته الثانية هم أصلا تقديم من السمبيات مختلفة نعم ما أعطينا أورجن جديد وتوجه مختلفة على ساسا أنه يكون شيء مرعب فما أقول أنه لا نجح فيه يعني فيه لحظات كارت حلوة دائما عندما يجبون فينم أنه هو شيء مرعب ولحظات المرعبة كان يضافة حلوة بس أنه لم أعطيتها وقت كباية تنفس أشان أنا أشوف كريفن كان أفضل كريفن أخذ وقتهم معه أشوف فعلا حسيته هذا فيلن هذا ممكن يسوي بلاوي فعلا حسيته فعلا حسيته إذا لم تكن لديكم وقت كافي فعلا حسيته لغاية ثالثة صح فعلا حسيته فعلا حسيته أو يعني جزء بس يعني كان يكتونه بلدب بس هم قد سمون بلدب لأشيء ثاني أريد أن نرى في الأخير طحنا الآن بحوثة المسيو الذي سلك على ساس أنه يبنون الشيء ثاني طيب واللي عندنا الآن قدامنا لا يسمونه مثل الناس لا يحتاج أن تكون أبني لأشياء ثاني لأشياء ثاني وأن تودي يعني هذا أنا شفنا أثارها في الأم سيو ما أحتاجها بالألعاب يعني الصدق الألعاب تأخذ خمس سنين على الأقل عشان تطلع فأعتقد تطبخ لي قصة كل هالمدة وأنهم تطلعوني يمكن أن يسوونها في ثاني ولكن ولددكال لك ولفرين قالوا أن نرسمي معهم لا أشعر هذا يجابي ولكن يكون ناجحة لعبة من تلك ولفرين إذا كانت هذه النبرة التي تقوم بها في سبايدرمان أنا أخايف في أن يتعاملون مع ولفرين لا أخايف ويقولون أنه دموية و لا أعرف لا أشعر أن تكون مختلفة نعم نعم ولكن من المشاهدة لن تحمس لدينا شخصية ورفين أصلا مختلفة عن سبايدرمان لا أخايف هو ليس شخصي لقد توقعت السمبيات بكل نفس الشيء نعم لقد تقوم بسماعي لقد تقوم بسماعي لقد تقوم بسماعي لكن تقوم بسماعي لقد تقوم بسماعي نعم هذا موالب السبايدرمان 2 أتفق معك على سالفة مايلز الكهرباء تحل كل المشاكل نعم كل المشاكل نعم نعم كل شيء نعم أي شيء في حريق أعرض أسأل أخ خالد قيمها أعطاها جيدة جدا نعم هل تتفق أم أقل أم أقل؟ لا أتفق أتفق جيدة جدا منصفة الصدق يعني هي خدلتني بالقصة بس كالعبة لازالت الصدق ممتازة يمكن شيء أخير أريد أن يقول أن الكمبات في القتال يعني لا زال يزعجني أنه إذا أنت مثلا قاعد ضارب في سبايدرمان وتضغط مربع كثير أحيان كده أبدأ كومبو وأنا ضارب الهواء وحوالي حوالي زحمة أعداء صح يعني أبغى ما في لوكون؟ أبي شوية من باتمان يعني زي آركم أعطوني شوية مغناطيس كده الذي يوجه الشخصية لأنه يقتل أي ممنتم يعني الوقت الذي أبدأ أحسنه أوف أنا قاعد أبدع الحين نرى الكمبات خرافي بعدها كده الذي أبدأ أبقس الجدار أو الهواء أو شيء تقتل الرتم يعني يعني أنه مضافه شيء جديد في الكمبات يعني برضوه القاجتس والإبليتيس حلوة أعطت فرائتي أكثر أكثر هل يعني في ون كان أحسن الكمبات؟ لا 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 هنا أحسن تقريبا نفس الشيء الكمبات هنا أفضل بصدت عليه صراحة مرة كنت أتنوع مرة هنا هنا أضافون يعني كل واحد من السبايدرمن اللي موجودين نعم عند قدرات زيادة عندها أضافات جديدة يعني زي راشد نكراك كيف عندك عندك قاجتس كثيرة تتحكم فيها هنا نفس الشيء يضيفين أعطوك دائرة صار عندك أربعة خانات بدأ المدسير دائرة خاصة تضغط على طلب سرعات الوان أتركت معهم نعم نعم لكن هناك مشكلة لكن هناك مشكلة لا يوجد الوكون نعم هذا الشيء المغرب عن الكمبو صدق نعم كلما تبدأ الكمبو يجب أن تبدأ بمثلث الذي تتعلق بصوتك ثم تبدأ الكمبو صار في طرق سكل تري المشتركة بين بيتر و مايلز الذي تطور لك الكمبوات الذي يطور لك الكمبوات مثلا تطور الكمبوات لذلك يمكنك أن تعلق أحد تضربه في الأرض و تبنطه من جديد و لا أعرف أيضاً و تسوي أنت تجح لك من تحت نفسي في الأرض و لكنك تسويها بعد حقاً الكبري حقاً الكبري حقاً كنت تسويها في الهواء طبعاً يوجد حقاً بيتر و مارس الحالم لكن لازلت أحسن شخصيات أركم تتحرك بإنسيابية أكثر في المعدة سبايدر مان الذي لا يتلزق أبالزق في الأرض أو أبالزق بعده لا يوجد شيء بالوسط أيضاً بينما باتمان تشعر بإنسيابية و يطير و يشغل أبوداً باتمان ليس كنت أنه مرة too locked on تشعر بإنسيابية بس الألعاب هذي أنا شوفها تبيع لك الـ Power Fantasy أو أنت تبغي تلعب وتشعر أنك سوبر هيرو و تلعب هذه الألعاب أنك تقدر تشيل البونز هذوي نعم أنا حركاتي خرافية و إنسيابية و عندك تعني تصويرك مرة too locked on و لا أريدك تضرب الهواء أحياناً يسكون كده الفرق مرة قريب للعدو تحسن المفروض أنه تصير الخطوة يحتاج الـ adjustment وهو فيه منطقة والسنتلة أنا كان فيه واحد بالبازوكي يطلق من بعيد فأول ما تبدأ تلاقيه هو يطلق من بعيد و تلاقيه جنبك ناس أنا مخلي الكاميرا عليه مخلي الكاميرا عليه و حط مثلث عشان بروح على طوله عشان أخلص عليه عشان هو دائماً قاعد يكتني دائماً يخليني عيدها ما لا لي جنبك أقرب خلينا نحط عليه مثلث أنا بخهينة أنا حاطعوني هنا والله ذا اللي مقروشني مقروشني بعدين لما يرمي الصاروخ حقه عشان تحط R1 و L1 وتمسكه ترمية لا يمسك لك الزبان أمسك يا عمي الصاروخ والله معديني إن شاء الله أنا لاحظتها في العاب سوني بشكل عام يا الله المرة رفزتني مرة صارت لي في قادة فور أنه مثلاً أبغى أصوب على هذا عدو قدامي جنبي قريب مني فجأي يضرح والله تصير حتى بسبدرون و كمان لا لا بسبدرون كذا ولا كذا ترى يحدد لك اللي الطير هنا أبغاه هو أقرب لا 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 هذاك أصحى أب هذاك مهم لا لا تنملك فأنا لا يضعوا اللقان اللقان شي ثاني لو يضعون عليه بس بعيداً عن ذلك كلها التنقل في اللعبة ترى شي رهيب لا نختلف و في توب التحديد صار أفضل أفضل عندك حين جنحان طيفية عدنا وزدنا بالموضوع بس فيه تعليق الأخير تعليق في اللعبة البدلة حق مالس الجديدة حق تديداس أنا شفت الزحمة اللي صارت عليها حق تريد أن شعر طالع لكنني أحسيتها بخير أنا لا أعجب أن أفعل شي جديد هم قالوا أنهم يريدون أن يفعل شي مميز للشخصية لكن ليس كذا مرأة كثيرة أنا لا أعجبني أن شعر طالع أنا هذا اللي أعجبني لا أنا لا أعجب أن شعر طالع لكنني لدي مشكلة مع أن شعر طالع ما أعجب أن أتفك ما حسيتها مشكلة صدق أنا أضعها أنا أضعها لم أعجب أن أعجب أن أعجب أيضًا الإصدار الـ Definitive من الـ Steam Deck الأصلي فهذا ليس بـ Steam Deck جديد هذا تحديث على Steam Deck الأول يعني تحسين أو تنقيح للإصدار الأول أعلنه ونزل أمس يعني بدأت طلب عليه أنفك فأعلنه ثلاثة إصدارات مختلفة ثلاثة أو أثنين؟ ثلاثة فالأساسي 500 جيكا بايت ظاهر لا 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 250 هذا الأول لا 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 الآن أقل واحد 250 لكن ليس بـ OLED هذا الـ 256 LCD بعدين الـ OLED يبدأ الـ 500 أجل ثنين بس اللي OLED ثلاثة وفيه Limit Edition فيه اثنين وفيه واحد Limit Edition الثاني اللي واحد تيرا وتيجيك الشاشة اللي فيها المضاد للإنعكاس الـ Edge وش ماذا يسمونه؟ Edge Screen أطلال يسمونه؟ Anti-glare Anti-glare يا سلام عليك الثالث اللي هو Limit Edition يجيب شفاف وفيه تطريز برتقالي البرتقالي يضم وجود بعد في زر التشغيل كل الإصدارات زر التشغيل نفسها لأنه برتقالي أصلاً هذا يمكنك إيه اللي يتغير يعني من الشكل الأول أعتقد أنهم بدوا يكونون لون هوية هو شعار Valve اللون هداك بس هم أي صدقي ما عندهم يعني لون علامة تجارية تحسي استخدمونه فبدوا توقع أنهم بدوا يثبتون على اللون حتى ستيم لونه رمادي رمادي و أزرق يمكن إذا فيه هذا والجهاز يحتوي نفس الهاردوير حق الجهاز القديم اللهم أنا صار فيه شريحة أصغر من الشريحة السابقة صارت 6 نانوميتر معالج نوع جديد بس مجدد كفاءته أعلى بالضبط فالنتيجة صار أن الجهاز بطاريته أحسن صار عندك يمكن ساعتين زيادة بالجهاز النسبية بس الحالها عشان هذا برضو سعة البطارية بطارية كبرت من 40 وات آور صارت 50 هي مجموعة أشياء اللي كلها تنكب في عمر البطارية حتى الأولد كشاشة أظن تخصر في أقل كان من أبغطان من الأو سي دي وتدعم جديد من الأساسيين أكثر شيء تغيير حجم البطارية والمعالج صح والمعالج فأطلعت انطباعات مباشرة انطباعات مرة إجابية يمكن بشكل مفاجأ يمكن بزيادة ما أحد توقع أن ديجتال فاوندري وصفه والشاشة أن شاشة تحطها جنب أحسن شاشات الجي يقول يعني قالوا زي سي ثري الأولد حق الجي أن أقرب شيء الجهاز محمول الشاشة الرفرنس اللي تستخدم يعني بمعالجة الألوان كما قلت خالد تدعم هدير هدير أظن أول شاشة تدعم هدير في المحمولة في المحمولة بي سي هذي ما رأيكم بالجهاز؟ مرحب ممتاز مرحب ممتاز لو اني ما أخذ لو كانت من السيسين الأول مرحب 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 سأشتري الأولد بالراحة أنا شخصياً مشكلتي مع حجم جهاز لا أستطيع أخذه معي كل مكان حجمه لا تغير فهنا حجمه لا تغير الشاشة كنا كبرت شوية معنا وراء شوية شاشته حالات أن حجم الشاشة كبر من الإطار حق الشاشة فحجم الهيكل لا تغير اللهم صار السواد شفت لون السويتش العادي للأولاد نفس الطريقة كان فيه بازلز كبيرة للأطراب وصارت نحل بس ما كبرت الشاشة ما غير حجم الجهاز بس أنا ما عندي أجزة محمول البي سي فهذا يجب أن تقول أغراني أنا هذا ودي أسأل الحين من هنا عنده محمول بي سي غير أحمد أنا جربت كثير أقدر أقول لك ما الذي عاجبني في ستيم ذلك الجديد الأولاد طبعا شاشة أولاد وخاصة أنهم الانطبعات قاعدين نقولون أنها من أفضل شاشات الأولاد هذا يحمس أكثر وكثر شيء ثاني البطارية صراحة هي اللي تحمس أنا مع النفسي صراحة أشوف أنه أخذ روغ ألاي أزيان لي من ستيم ديك بسبب المشكلة اللي أنا أخذ روغ ألاي أخذ روغ ألاي بس أفضل شاشة أل سي دي والأولاد برضو معالجة أقوى من حق الستيم ديك وغير كذلك ويندوز إذا ويندوز في أشياء زينة وفي أشياء شينة نقارنها باللينكس أو ستيم أو اس الأشياء الزينة بأنك أنت تقدر تشغل أي شيء يشتغل على ويندوز سيشتغل يعني تشغل game pass تشغل epic تشغل أي شيء أي تلونشر أي اميليتر أي شيء يشتغل ستيم ديك يشغل لك كل هذه الأمور بس في بعضها لازم تحوس عشان تقدر تشغله زي epic game زي أنا قد شغلت على الستيم ديك و بس أحتاجت أنه أسوي إنستيليشن يمكن عشرين خطوة طبعا طبعا تغيرت الحين أنت صارت أسهل أو يمكن أنه حجب فالب هذا شيء ما أعرف بس أنه كتجربة أنا شفت أنه Rogue Ally أزين لأنه على الأقل Asus وش سووا حطوا السوفتور اللي موجود في ال Rogue Ally مرة ممتاز وريلايبل يعني تقدر تعتمد عليه أكثر من الأجهزة الصينية الثانية اللي أنا قد تكلمت عنها فهو يمكن أقرب شيء لستيم ديك من ناحية سهولة التعامل معه لكن إلى الآن ستيم ديك أسهل جهاز تتعامل معه من من الأجهزة البورتبل بي سيز كان نظام تشغيل هو تستهبل أنا مرة حطيت نظام تشغيل حقهم على آية نيو صار أزيم بكثير بس مشكلته لأنه موهو شي رسمي ففي بعض الفيتشر زي أنك انت تعدل استهلاك الطاقة ما تكتسويه فلازم حق ستيم ديك لستيم ديك لو نزلونا رسمي لتحط في جهاز بكل الفيترز والله أخذ ستيم ديك أوس وحطه في روغالا بفيتني كثير حتى يوفر البطارية بعد الساحة لا زالت قادة تتكون تحس ما تدري وين بيروحون يعني أنا أتفق معك أنا أنا صاير ألعب على Game Pass أكثر مؤخرا ما صرت أشتري ألعاب على ستيم زي أول فعندي مكتبتي القديمة بستيم أملاقة بس نفس الوقت الأشياء الجديدة أغلب أقعد ألعبها على Game Pass فكذا اللي علقت قلت جهاز عجبني الشاشة خرافية يعني الشاشة يوم شفتها أنا قلت ودي في الصدق بس يوم فكرت فيها فعلا قلت كل لعبي صاير على Game Pass فإذا يبيلي يحوس عشان أشغل Game Pass ما توقع أني ودي أطب يعني بالضرورة الحين بس الصدق يعني الجهاز خرافي يعني من الآخر وحتى زاد والفريم ريت صار 90 هرتس الحين حطوه 90 هذه هذه أظنها تفيد إذا تريد أن تضع 40 فريم مثل Ratchet & Clank نعم لأن أظنها 40 فريم مدعومة في كثير من نعم نعم 90 كثير نعم 2D لندي مثل FROG ALI 120 هرتس لأعبت خفيفة لأعبت فريم أذكر يوم أخذت سويتش OLED انصدامت من الفرق يعني فرق مرة كبير بالجهاز بس أنه جودة الصورة تحسنت الألعاب بعيني لكن مجرد النقلة وضع أولد لا يدعم HDR لا يدعم فهذا فوق الشاشة خرافية تدعم HDR على محمول أريد أن أرد أرد أن أرد 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 أن أرد 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 يمكن آية نيو الصغير يمكن أن يدعم HDR لكن لم تستخدم هنا أشكالية ثانية HDR على لم تستخدم ويندوز 11 ويعمل بالحالات Auto HDR ويندوز لا يكون الـ HDR الفعلي لكن هنا شكلهم فعلا يعمل على تضمينه بشكل أفضل صراحة أكثر شيء أعجبني في ستيم دك عموما سوفت وير سوفت وير خرافي يعني أزين سوفت وير لأي جهاز العاب صدق لا تبعي حوثة ويندوز على محمول صدق ليس فقط حتى أحسن من بلايستيشن حق الأكس بوكس طبعا أكيد سويتش أحسن من كل شيء صدق لأنه فيه مرة كثيرة تقدر مثلا تشغل أفسار سيستم حتى لو اللعبة لا تدعم تشغلها في السيستم هذه من الأشياء المستحيل تجدها في الأجزة الثانية يعني أحسن الأشخاص التي أتصور مثلك يعني لا تحب أن تحوس بالبيسي كثيرا خصوصا إذا لا تعمل بطريقة تتوقعها أغلب الوقت يعني هذا التعامل مع البيسي للأسف يعني على أجزة حتى بيسي هذه لما ترى يشغلها على بيسي أداء اللعبة غالبا يكون أفضل بشوي ويصرف طاقة أقل من لما تشغل على ويندوز نائس هذا في ستيم ديك مو بس ستيم ديك لا لا تكلم لك بيسي حط فيه ستيم أس أوه أوكي فمرة مرة أو أس خرافي نظيف مرة مرة نظيف فيه اثنين سبسكرايب خالد 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 إلفن موسي مانشستان فوتبول كلاب أوه أوه وبحر الرعب البرايم الله يعطيكم العافية يعطيكم العافية خالد ستريك أظن هذا ستريك إن شاء الله على التوالي أوه فنان خالد أشوف عبدالعزيز مونتي يقول تتخوف من الشاشة لأن أولد أتصور يقصد البيرنن بيرنن بيرنن الشاشة من اللي فهمناها يعني هي نفس أو تاخذ يعني شاشة السويتش وفي اختبار نزل على شاشة السويتش قريب أحمد ورعتني ايه سواها وولفدن ايه وأظن حط السويتش يمكن خمسة عشر ألف ساعة أو أنه اختبارها وقال بعد عشر ألف ساعة وخمسة عشر ألف ساعة خلها شغال خلها شغال على صورة واحدة ايه وخلها بطريقة أنه ما يطفل الجهاز ايه أنه حاط كنترولر وشاب كما تشون مسوي وخلها يقول بعد عشر ألف ساعة وخمسة عشر ألف ساعة أخرى ساعة كم يوغ والأثر نسبيا بسيط فالأولد يعني المشاكل تتكلم عنها هذه كانت بالبداية أنا متابع الأولد وما أخذ أولد من بدري الصدق وحتى البي سي مانتر عندي أولد الحين وشاشتي أولد ففعليا ما في مشاكل الصدق لأنه صار فيه بالسوفتوير يحطون طرق أنه تتفادى البرنن يعني إذا الأوس استوعب أنه في صورة عالقة فترة طويلة يبدأ يهز البيكسل كذا أنت ما تحس فيها ما تشوفها بس هي قاعدة تتحرك على أساس أنه ما تعلق الصورة مثلا من الدسليا نفسه حاطينه أو صفتوير برا ما دعا التفاصيل بس أنه هذه الآلية أنا ما تصور نينتندو تحط صفتوير إلا لا ماذا نينتندو بس موجود من الشاشة نفسه 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 إكس بوكس عندما تجعله حاله طافي ستجد صفحة صوتة تتحرك لكي تغيير ألوان خفيف نفسه مثلا شاشات الأولد الكبير شاشات التلفزيون عادة يعني يجيها البرنن ممكن أكثر من شاشات ثانية مثلا أنا عندي شاشة الجي هذي من التقييمات التي رأيتها قال إنه أهم شيء خلي فيه سكرين سيفر أو شيء عشان البرننج حقها يعني شاشة حساسة أوكي أوكي لكن الشاشات الثانية التي نتكلم عنها ما عندها المشكلة هذي ترى أغلب المشاكل اللي تطلع بالأولد هذي تطلع إذا أنت شابك برسيفر حاط قناة أخبار اللي فيها مثلا خط تحت رسائل وشعار قناة ما يتحرك طوال وقت هنا هذي الحالات اللي شعار قناة نعم نعم تذكرت كان عندنا تلفزيون بروجكتور قديم في التسعينات حلو تعلم من نوع اللي لشغلت التلفزيون شاشة زرقه نعم نعم هناك برنين قناة المستقبل مستقبل الـ MBC نفسها عندنا تلفزيون حق الوالدة نفس الشيء محروقة عليها واحد منه 2010 كذا مطبوعة كذا MBC كده العب فانتس أو اجده MBC ماهيه إيش باي الشاشة فاللي معاهم ولد نحرك الشاشة لا ينحرك عليكم بس اي لا بس تطمن عدو مشوار طويل لا لا للذكر اللي تعلم القناة دي القناة دي بس اللي تشتغل على التلفزيون هذا بس القناة دي اللي يعلم يعني الحرق ذا موجود خليني بس على سريع أعطيكم تغييرات حقه ستيم دك أولد أول شيء التسعيرات زي ما هي لكن سعات الحجم سوري سعة الستوريج الموجودة تغيرت يعني أول كان يعطيك 64 MMC بعدين 250 SSD بعدين 512 SSD الفيات الحين نفس الفيات هذه أول واحد 250 SSD بعدين ثاني واحد 512 SSD بعدين الثالث 1T المتين طلع أولد فعلا 250 أظن LCD ترى هذا هذا LCD بس أنا أقصد أنه كتصنيف كستوريج وأظنه تحسن عن الأول ترى LCD نفسه أظن فيه شيء بسيط يعني طفيف جاء وحتى التحديث الـ OS الذي نزل بعد الحين مع أطلاق الجهاز عدل الألوان حتى بالـ LCD شفت أظن كان تغريده أو شيء كذلك لا أعلم التفاصيل هو نزل أبدأت أمسلا فمن التغييرات قلنا أن المعالج تغير كفاءتها تغيرت بعدين الرام الذاكرة العشوائية زادت سرعتها من 5500 إلى 6400 فعشان كذا لا أجبت أي لعبة تشوف أنه أداء تحسن يمكن أسرع 10% قلنا الشاشة OLED و HDR وبدالما تكون 7 إنش صارت 7.4 قلنا الـ refresh rate زودوه من 60 إلى 90 البلوتوث تغير من 5.0 إلى 5.3 الـ Wi-Fi تغير من 5 من Wi-Fi 5 إلى Wi-Fi 6 6E ماذا يمكن أن تغير هذا ليس كبير أي عمي نتندو لديه Wi-Fi 5 وماذا؟ Wi-Fi 2 ها لا ها لا ها لا ها لا لقد تغير من Wi-Fi 2 ها لا الله ماهو ماهو أين راحت أنا قلبتها بالغلق ايه وش بعد الصوت نفس الشيء البطارية قلنا من 40 وات آور إلى 50 وات آور فيعني من 2 إلى من ساعتين إلى 8 ساعات في القديم إلى 3 إلى 12 ساعت الوزن بس شوية تغير تغيري نقص من 669 إلى 640 جرام الحجم زي ماهو بس والله يعني تحديثات يعني رغم أن تحديث يعني سوى لتحديث بس تحديثات ممتازة ونفس سعره ما تغير ايه يعني وكمية التحديثات صارت مرة حسرت في الجهاز ايه و يعني سر إذا أحد مثلا ما تجرب ستيم تحكي قبل يسرح عنده فصل يعني التغييرات اللي سواها على شيء زي ماهو سعره مرة ممتازة مقارنة بسويتش سويتش و سوى من العادي إلى أبو بطارية أزيان هذه ما غيروا السعر بس من أبو بطارية زيانة إلى أولد لا هزوده 50 دولار زيادة هذان ما زوده خلوه جميع معروف ليش لأنهم ماهم هم بيع الهاردوير يبغونك تدخل ستوار 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 في المقابل نينتندو زي سوني يبغون يبيعون لك هاردوير يدعون السوفت وير صح فللي مهتم يعني هم تكلموا بعد عن الجهاز التالي يعني التابع للستيم الاصدار الثاني فقالوا يبيله سنتين إلى ثلاث لأن يوصل مستوى لأن يوصل الهاردوير للمستوى يعني يعطيهم قفزة فعلية يعني يبغون أنا توقع هنا وشو توقع أن يبغون يعني يشوفون السوق أكثر سوق ماشي وش المعالج اللي بيحطون يعني سنتين طويلة بالنسبة يعني لسرعة السوق حتى يتحرك أنا استغربت أنه قالوا سنتين ثلاث سنتين سنتين ينزلون جهاز أقوى لأن هذا الجهاز سنتين يجعلون أقوى لأن الأجزة الثانية توقع المعالج يعني أيام ستيم ديك كان معالج حق AMD سيريس الخمس سلسة الخمس سنة 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 سبعة سبعة أولاد ينزل سبعة ألاف نازل له ستشور وسنة بس هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينفسون فيها يعني ستيم ستيم تطلبه تلقى بالواجهة على ستيم يعني عندك ميزة أنك واصل السوق مباشرة مقارنة الباقيين كلهم يعني يحتاجون أنهم يطلعون فوق بشكل أقوى منك أين تقصد أنه لأنه عندهم منصة وكل ما زاد وسعرهم كل ما نزل المارجن والربحية حقتهم فتلقاهم بيعون بخسارة مثل أسوس مثلا وذولا مبضرورة يعني نعم في الماركت بالعكس هم اللي بيعونها برافت ماذا عن أسوس بالصغير أسوس كلهم بيعونها برافت لأنهم يضعون أجزتهم في اندي جوغو يجيهم أردي الدعم من فند النظام دعم نظام دعم على كل جهاز وبعدين لما ينزل في السوق يصير أغلى شوي وشي اسمها بس هم اللي يتوقع يخسرون على الجهاز يعني هذه الأجهزة أحس إذا ماكروسوفت صارت تدعمهم بشكل أفضل ويندوز يعني صار يتقبل هذه الأجهزة بشكل محمول ويشيل لك الحوسة حق ويندوز يخليك مثلا على طول على Game Pass على سبيل المثال يعني هنا ممكن أشوف تبدأ المنافسة وصدق تتلع هنا صدق ستيم يسون شيء لأبغاه أو بالب يسون شيء لأبي أنه يضعون ستيموس في يضعون لأجزة الثانية وينافسون مايكروسوفت في الله أتمنى لأن ستيم وشو ما عندهم نظام التشغيل حقهم ليس شيء يبيعون مثل مايكروسوفت مع الويندوز هم حقهم أخف والبوربس حق ألعب يصير أسهل أنهم يوصلونها للشركات وأصلا للشركات يكون أرخص لهم يأخذون اللايسنس هذا عن أنهم يأخذون اللايسنس ويندوز ومنها كسبون نفسهم بس توقع يتطير في وقت ثاني تمام عمران بتأخذ واحد حق العاب حق ستيم أولد أخوت وشان قالي يسوي جهاز حق العاب قد سوالكم بالله جهاز لكم قصدين لا لمستحيل أنا أصلا خلقه ما أحب المحمول أنا أصلا ما أحب المحمول أحمد 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 أطاكب تسامت كل ما أسكت يا سامت كذ لنحاول تكون طيب به السماء سوف خلاص، طيب ما هيجي مرة تعني المحمول ما أعرف كيف ألعب عليه لما دائما ألعب على الأطول لزيكي ذا التحد ودائما رقبتي أتذكر أنت دائما مثل سويتش خلاص سحاطه في الدك أي، محمول أشيله وما أعرف أجال زيكي ذا ما أعرف أرفع فوق وجبه أنا مثلك الصدقاء، أنا ما أرتاح بالأجل محمول ما افضل الشيء إلا ليما تكون في طيارة شي ثانية حتى أفك الطاولة حق الطعام وحط يدي لكي أثبت نفسي إذا ما عندك خيار فاني إيه طيارة وإيش بتسوي صح هنا شيء أبغى يسوون في ستيم دك اللي هو؟ يحطون الفلاب هذا اللي ورا عشان تقدر تحطيه على طاولة وما في ستاند؟ آآ بالله ما في ستيم دك لازم تحطيه على داك ولا شيء يصير ما في زي زي السويتش بس خلاص هذا في السويتش لا تحطيه سويتش كان في شيء حلو سويتش القديم خايس خايس ممتاز ممتاز جابوا لك كزي حق مايكروسوفت ممتاز كذا يعني شديد ايه رهيب وكذا قطعة كبيرة وممتازة ممتازة طيب فهذا كان ستيم أولد وننتقل للخبر اللي بعده اللي هو؟ عندنا الزميلة الإعلامي جيف كيلي أعلن ترشيحات إلى جوائز ألعاب عشرين ثلاثة وعشرين وش اسمهم جوائزهم؟ جوائز ألعاب جوائز ألعاب حقرة يعني ألف فمنمر عليهم على السريع والناقش يعني اللي نحس يثير الأهتمام فمرشحين لعبة السنة ألان وايك 2 بولدرز جيت 3 مارفل سبايدر مان 2 رزن تيفول 4 سوبر ماريو بروز وندر و دموع المملكة فأي شيء هنا تحسونه شاطح؟ أيوة سبايدر مان سبايدر مان سبايدر مان عشان سوني ما تزال والله سبايدر مان والله إن شاء الله هاي ما عندهم شيء ثاني لا أريد أن تقيمها بعد التسعينين يا رجال فأنا قلت له محل سريت فاتر أزيان أعلم أن ألان وايك بعدين حسنا تخزي هذا فاكت و أنا دخل لا تتقيم بهذا الشكل أنا لعبت الثاني أرى أن ألان وايك أفضل من سبايدر مان بكثير بدون نقاش فسبايدر مان من أين مكانه؟ نفسي أنا لم أخلصت ألان وايكتوف وما راحا ما قد أخش معي أين مكانه؟ كونك لا تقدر تعطي رأي من الحين يعني في الجوائز هو واحد من رشعين لعبة الصنة وشيء؟ هل أنواعك؟ لا 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 سبايدر مان مفروض لايز اوف بي بداية سبايدر مان لايز اوف بي بداية سبايدر مان لايز اوف بي لالا أنا صراحة شفت في الجات هاوسنيك كاتب عبران أكيد لايز اوف بي لا 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 أصحك ما عجبت؟ مرة ما عجبني لقد أردت ديمو بس؟ لا لا ختمت اللعبة ختمتها ختمتها مخصوب علي نفسي هاي فايريش لا تأتي أنا لم ألعبتها هناك شخص كثيرين يمدحون لا لكن لم ألعبت سنة يعني سبايدر مان أحسن؟ أنا ألعبها و أرى ذكرها غريبة مخصوب سبايدر مان لازلت الوقت أن ألحق علينا أنا خلصتها هاي فايريش لم ألعبتها ممكن سبايدر مان أحسن سبايدر مان أحسن هناك أحد زعلها هناك جمهور غير تاد هاورد يا الله أنت لا لا لماذا تزعل يعني؟ أنا لم أزعلت لكن أقول أن هناك جمهور لا لا أقول لماذا تزعل أيها الشخص أنا أكلم أكلم الجمهور العام فانز إكس بوكس كيف أنهم الله يصرح فانز إكس بوكس يأتي يأتيكم جوكم لا تخافون هي مسأة وقت ويبدأ العطاء يعني من إكس بوكس لا تستعجلون رزقكم هذا الشيء المعتاد في الجمهورد أو الشيء مع ما أفهم مع حد لله الناس وكل الجهات كلهم كلهم بس والله أنا أرى الجواز الموجودة ما فيها شيء صراحة يعني أنظلم أنا أرى الجواز الموجودين كلهم يستهرم بس السنة كأنه أكثر السنة أخذت اللعب تسعين فوق التسعين أظن هيا ثاني مرة هناك سعات كثيرة أو يعني تعرف اللي بين الخمسة ثمانين والسعين واجد احبت نعم مرة عمزة مرة مرة وقالت وماريو ماريو لا قالت كنت أتكلم أقول لك لدي واحد رديكش في تويتر واحد من أكاونتات من نينتندو ولا أتكلم ما ماريو لا أعرف إنتهي من تيرز أو أحد من يلعب نينتندو أو أخذت جائزتها لعبة السنة ومدروش وكذا أنا كذا عرفت اللي سويت لها ريبلاي قلت لها From who? من وين? قاتب From me, it's my opinion الله عنده opinion بصراحة يحترم أنا كده طالق أقول أخ تذكرت ليش ما حفل التهدل في هذه اللي في أمريكا وبره يا الله الله يلا أرى أن نفitch زيال tutaj لا إذا تزعل من ريزنتيفل، ازعل من منذ بلغام τα couple لأن بعض года تحضر نفس اللي ف لكن نفتح بلغام رايزنتيفل محسن أكثر ولكنه رلال ريزنتيفل فعليا أفضل من قبل نعم أفضل بكثير أرى craig لأن هذا ريميك لا، ليس ريميك ريميك لا أدري كونسبت أن هناك ريميك يترشل إذا أعلان هذا، لو لعبة يحبها راحت ريميك وجد نعم، بالضبط لكن ريميك تجعل تلعب تجربة جديدة الناس الذين خدموا اللعبة شاهدوا منظور جديد مورفا ريم ماجنك حتى حتى ريميك عن ريميك الصدق كابكم لقوا معادلة للريميكات تعرفوا كيف يراضون الجمهور وفعلاً يجلبون الناس جدد ويبدعون بالجهتين الصدق وهي هذا ويبدعون بالجهتين لأن حتى أنا لما لعبت زينتي في الفور لقيت بعض الأشياء التي زيت منها تعرف العاطفة تلعب فين مكان التلفريك، وين الزعيمة ذاكة، ما فيه هنا، لماذا ناقص لكن كل اللعبة جميلة، بعدين لما جاءت إضافة أيداً هنا الأشياء التي لم يشاهدها مرة جميلة إضافتها يلي تكمل، من جد فعلياً تكمل الحوصة الكبيرة اللي سوى، مو حوصة بس بشكل حلو تعديلات مرة حلوة كامل تعديلات مرة حلوة كامل السعر يعني أقل من 40 ريال مرة أنا نصبوا عليه والله، أنا شفتهم ستيم لما جيت بشتريه على البي سي لقيت إنهم سوين مع إضافة أيدا إنهم محطين غلاف اللعبة اللعبة وجنبها صورة أيدا فأنا كنت أشعر بأنه باندن أوكي، أنا ما عنده اللعبة على البي سي، أوكي، خلينا أأخذها، هذه كويسة، باندن كويسة، أنا أخذ الريزن تيفل مع إضافة أيدا طيب، اشتريتها وما في إضافة أيدا، أحبب، إنت صدكت، إنت صدكت من الصود، أقول لي، وشكي؟ ملاف كده تأخذ، ما تنبيت والله النصب، نصب اللي قتلهم من جدكم عمران هما شوك بالنت، وعنده كل معلمة الدنيا، أقرر إنه بامشي على الصورة والله ما عليش، والله ما عليش، أبدا، ما عليش اللي صار، اللي صار والله نصبه قوية، بين والله واحد من الجمهور، الله يرضى علي راضاني، كان لي أخيات الزعالي هذه هدية، خدها إضافة، الحمد لله بعشها دولار رضاني وشي؟ سيئا، هيا، الأضافة، هيا، 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 هيا مالكوية، عمران أخرى طيب، نكمل، الجائزة اللي بعده كانت أفضل إخراج المرشحين، الألن ويك 2، بالدرزغيت 3، سبايدرمان 2، ماريو واندر، وزلدة دموع المملكة ماريو والدر فتقريبا نفس الترشيق أيها هذه هي أفضل الصدقي، هذه أفضل الصدق هي them تفهم منها هذا يقصدون توجه السلسلة أو توجه اللعبة توجه اللعبة توجه اللعبة ممكن أقول يعني هنا ممكن يعني زلدا تأخذها واندر تأخذها ويك وبالدرز يأخذونها كلهم الأسبايدرمان صحيح بس إذا بس دايركشن كأخراج سينمائي أنا من الحين أقول ألن ويك أهي 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 ستة ساعات طيب وأفضل أو يعني اقتباس يعني أخذها وعملوا حولها يعني الوسط الثاني زي مسلسل كاسلفينيا نوكتورن حق نتفلكس المسلسل اي اقتباس اللعبة راحت صارت مسلسل اه اكتباس انت حسرت العكس أنا زيك ترى بداية بالعكس بان قلت كاسلفيني قلت اوه انا كتبزعل بقول وين روبو كاب وين روبو كاب والله شف على الترشيح التالي المفروض تقول وين روبو كاب اللي هو غران توريزمو الفيلم اللي كسر الدنيا والله شفت الفيلم ينافس دمار بولزي والله اخراجه حلو والله المرة المتاع والله انبسط عليه وهي انبسط عليه وانبسط عليه وانبسط عليه بس اللي كراني فيه انو مجيبون بلاي ستيشن 5 في التسعينات هذا الحكاية عيال ايش فيكم اللي مو راقب مجيبون بلاي ستيشن 5 اللي الاحداث وطيب كامبس القصة واقعية ايضاية الفين اهيد بس ما احسن ايضا قصة واقعية ما اختلفنا بس الا بلاي ستيشن 5 روحش تروي عيال ويعطوه لك دعيات كديرة بلاي ستيشن حلو ما عندي مشكلة مع الاصوات بالذات زي حق التروفي صوت التروفي طلع لما يفوز واشه زي كذا كانت هي لامسات حلو الفيلم الفيلم كبر يعني اللي حقين غران توريزمو هم اللي يشفون لا لا والله انا ماني حق غران توريزمو مبسط على لا الفيلم حلو الصدق فيلم تلفزيون حق MBC2 تشوفه بالغلط كده ولا بطيارة لا والله الاخراج انا عجبني ما لا ايش عمران هذا تشوف الفيلم مادرشي ابي الصدق ما الدنيا هو وسيلة تسويق للعبة بس يعني هذا الهدف من وجوده ما يحلو لا تقول امور حي السالفة انه واحد يلعب العاب وصار مسابق ما عليه منه انا عارف انا عارف يتسوي دراما حول السالف مرح بيات المهم المهم اflies ضادم والأمور هاذ كانت حلوة فيه في الوقتات كده خراجةpta ما صارت من القصة انا عارف انها ما صارت روح تصويت لم構سا بس كم فيه؟ كان فيه اغلبة فيه بدون محرك واللي بعده الـ SMB وفيلم سوبر ماريو بروز تبع إلومينيشن ونسيت أنا وتوستد متل أنا أعطيه سوبر ماريو بصراحة من اللي تفرشته أعطيه سوبر ماريو الصدق يعني أنا بالنسبة لي بين لاست of us و كاسلوانيا أتوقع معنى ماريو مبسط فيه ماريو أنا شوف أنه أفضل معنى بالنسبة لي أنا ما أصوت الماريو لا أنا أصوت أنا ما شفت من هذوالي إلا ماريو شوف أعش تقول أول الله معنى جاماريو أعستحقرتك أطفال ممكن ينبسطون عليه بس بالعكس اللي يحبون المسلسل لشان فيه إنسايد جوكس كثير في الفيلم فيه لقاطات حلوة فيه رفرنسز رفرنسز ما يحبونه للعجايز والله ما يحبونه زي رفرنسزاش كيف أنه واحد من الأشياء زي باوزر لما قال الكوبز والسلاحف وذولي كلي لا أعلم ماذا تسمي بالضبط لا أعرف اسمه كمان إلا كثيرين لا يعرفون اسمه هذوك سبيني ذاك ولا وش كان شايف لا تعرف اسمه لا أذكره لا أذكر شكله لا أذكر اسمه لا أذكر اسمه لا أذكر اسمه كذا لا أذكر بكتاب بالضبط لا أذكره أحد شاف توس the metal لا يقولون نحن يجي منه كوميدي هو عبيط المسلسل يعني على سويت توث ماذا؟ ماذا؟ كانت تشوف ساوث بارك لحد ما يبغالي أشوفه يبغالي أشوفه يعني الصدق بلاي ستيشن بالأدابتيشن نشغلين صح يعني 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 نتغاضى عنها بس ممتازين الصدق يعني كانوا وكمان الرفرنس حق النجمة المون نجمة الزرقة السلحة في الزرقة أيوة لما في الفيلم نفسه البلو شايل ايه شور بلو شايل بس أنا بشكل عام يعني أنا توقعت أني بضح صح له النهاية أنا يمكن أنا يمكن توقعاتي كانت يعني نقوف بيكسر ليفل يمكن أن يضحك مرة أنا أنا معاك مية وسطورية بس بين المرشحين بس بين المرشحين دول اللي قلت لي عنهم أقول لك نعم ماري أخذها بين المرشحين شي ثاني إذا أعلنوا الكاست جابوا كاست مرة مرة رهيب وما كثير منهم ما بدأ يمكن جاك بلاك هو اللي أزيان واحد بدأ بس أليك زيان واحد أنا كنت يعني مأمل من شي اسمه من لي مثل لويجي شاسمه شارلي داي شارلي داي بس ما كان سكرين تايم حقي قليل قليل مرة كولي إيش فعلهم صراحة الجوست الأزرق ذاك المحبوس هيا 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 سيث روغن دانكي كون اوكا 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 يقولون بيرجع بزلدا سيث روغن بيكون غوران غوران اوكا غوران اوكا بس لايف اكشن زلدا لايف اكشن زلدا اوكا 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 رقعون ان تتكلم اوكا اتمنى ما يتكلم هو حيتكلم بس اتمنى ما ماريو نطق ماريو حيتكلم حيتكلم خلقه ماريو هل يطلع يقول أشياء ذلك الزلد إي آر أو آر أمس ليس في سيبر ماري أر بي جي لا يتكلم حسنا جزء واحد ما ينقصي يعني هات قول لي أقول لك زلده هي اتكلم قبل كده حق البانوسونيك اسكيوزمي برينسس هذا هو اتكلم مية بالمية بيحطوهن هذه الرفب سعي لاسمو هم خلوه يتكلم لعشان يضعون الرفب سعي اسكيوزمي برينسس طيب من بيصير غانن؟ غانن؟ من المشاغب؟ مادز ميكلسون مادز ميكلسون مادز ميكلسون جيسون موموة في مشاركة مشاركة من الخلف بعد من دبي؟ جيسون موموة هو اللي كان بالي صدقي اتخيل ممكن يحطوه له لا ما يقدر يقول سوريا ايه صح هذا الكاستنج قلد هذه الأصوات طيب نكمل الجوائز أفضل قصة ألان ويك 2 بالدس جيت 3 سايبر بوينك فانتم ليبرتي فانال فانتزي 16 وسبايدر مان 2 فانتم ليبرتي معهم ايه تشوه هاتم ليبرتي ممتازة قصة وين ماري وندر مو على القصة انا على سلسلنا هي اكسبانشن مع العاب ثانية ايه اكسبانشن ايه اكسبانشن بس لسه تشوه انا مع رواع يا رجال واتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها لانا هذه واين ما كانت نفس السنة بلوتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها بلوتش 3 اضافتها جويشتك اخذت لا لا مو قابلنا لا مو قابلنا ها رجال مو اللتي تزال تزال واحد ما درب هو قل انا مفضون ان تختيب على سلسل غير تزال لعبها بس هم يقولون قصة عرفتها اما اصحب عادية اصحب انها كتائبتها فانتم لبرتي الصدقين لو تقارنها بألعاب ثانية أكبر من ألعاب كاملة أعرفت طب عادي فيه DLC أدري يعني هو تصنيف إذا بتعلق على سلفة التصنيف أوكي أنا معك بس إذا بتشوف على الواقع يعني حجم اللعبة والشغل اللي نحط فيها كان لعبة يعني بحد ذاتها أوكي وقصتها ترى مختلفة أحسن من اللعب الأساسي أحسن ما لعبت سابر بانك مفروض يحطونا مقسم خاص DLC لا يبيلك ترى عب الصدق نقطة بعقب عليها ترى الـ expansion نفسه يضيف لهاية جديدة للقصة الرئيسية الـ expansion ولا الـ patch الـ expansion نفسه يفا يأثر على القصة العام فأنا شوف هذه بين ويك و بولدرز و سايبر الصدق يعني فانال فانتسي و سبايدر مان فانال فانتسي موجودة بس عشان هم تقدموا للترشيح يمكن أو شاء ما في غيرهم في ترشيح ثانية شوفت يستحق ينزل السرطان بس فايزاكت رضاً وش كان في قصص هذه السنة؟ ما فيه هذه المحطوطة ترى يعني ما اسمه؟ chain decodes لا chain decodes ما توقع بحطوهني أصلاً ماريو وندا ما حطوه سنة لي راحت ولا حطوه السنة ما حطوه أصلاً في العاب نزل السنة هذه ماريو وندر وزالده دموع المملكة أنا أقول بين أهلن وايك وهاي فا ريش أنا بين وايك ووندر لنستطيع لا أتكلم أن أركضه سنة صح محمل نفسه كديم صح نفسه كديم أريد أن أعطيها لبريث ذو ويلد لكن لا أعطيها لتيلس إلا لو المرشحين يجبها أخي سفدنا حتى هيفا رشي يعني حلو حقه من الله هيفا ممتازة هيفا ممتازة أفضل موسيقى آلان ويك 2 بالداز غيت 3 فانل فانتسي 16 هيفا رش هيفا زلدة دموع المملكة هنا أول شيء غريبا يعني لماذا زلدة؟ زلدة لديها أنزلدة جيدة قال صوتات جيدة seود عحبات والموسيقى مع الانضبار كان عمرات متى شكرا كذيرا لن تتوقف شيء يا ماري وندلز لأن أُكتوباة فيها أعني عشق سوانتراك اثناء أكتبات ومنوع حتى هناك أشواء تيببا بس أنه هناك أشواء كثيرة مرة أخرى سوف ترى الرؤوك 2 أحيان سوانتراك هيدا لم أسمع من النوار إذا كان منصف هيا و هاي فاي رش و من بعد؟ بولدرس غيت حتى فرانفانتسي 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 ليس مشكلتي معه أنه أحيانا كثيرا أشعره يتناقض مع الشاشة الساونتراك بجهة والأحداث بجهة وما في تناغم لن يرفعهم بعض أغلب الأعمال الثانية إذا تأخذ الساونتراك الحالة تسمعه بالحالة ممتاز مرة أخرى لكن هل هو يرفع ما يحدث في اللعبة وقتها؟ مثل قتال بهمت هل تشتغلت سيمفونية بجهة و المعركة التي تحدث بجهة ثانية الموسيقى والأحداث لا لهم دخل هذا هو في الـ Audio Design أو Sound Design هذا يأخذ بعين الاعتبار لكنك لديك تصنيفين وضعوا Audio Design لا 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 أتصور بها البساطة الموضوع يجب أن العمل يرتقي بالشاشة لكن عندما تقول أحسن ساونتراك هل تقيم العمل نفسه؟ الموسيقى نفسه؟ لا إذا أنت تقيم سكور يجب أن تقيم أثره على الشيء التي ترى بالنهاية لا إذا أقيم سكور نفسه؟ لا أخطر أقيم نفس الأعمال وخلاص لكن إذا تقول لي Sound Design أو Audio Design هل تعرفت؟ أحمد، ما فائدة أنه ساونتراك خرافي إذا لم يرتقي بالعمل كله؟ هذا يعني أضعه بـ Spotify لا تضعه باللعبة أنا معاك أنه هذا الصح أنك أنت تقيم العمل وهو اللعبة تقول أنه ساونتراك أوكي الميزيك حلو، لكن ما كان غلط أنا أقيم اللعبة هل تعرفت؟ أو أقيم Audio Design هذا جزء من الشغل؟ لا، إنه حلال قدامك هناك تصنيفين هناك ساونتراك وإنه هناك ساونتراك أو Audio Design هذا ما تقول لها Audio Design، الألعاب فيها كمية أصوات كبيرة لا تقيمة لا، لكن هذا يدرج تحت تتكلم عن الصوتيات المؤثرات تتكلم عن الأتمسفير هذا هذا لكن عندما تقول ديزاين يدرج تحتها عندما توقيت الميزيك عندما توقيت الأصوات الساونتراك هذا بس كور الميزيك أنت بس تقيم العمل وهو الميزيك لأنه حتى في الأفلام نفس الشيء لا، حتى في الأفلام ما أتفق أنه هذا الطريقة التي نضر له يعني إذا ما كان يرفع العمل ما استفدنا شيء إذا أنت يعني قاعد تحيك ساونتراك العمل الفني يعني مرئي إذا أنت ككمبوزر ما قدرت أنك يعني تصيغ عملك أنه يتلائم مع اللي قاعد يصير بالشاشة ومش فايدة العمل؟ لماذا يتقيم من الأساس؟ بس أنا أشوف أشوف 60 تراك كان هناك جزيات تراك هذا رفعت ما أحسن ما نختلف بس حنا نتكلم على الكونسبت الحين بحب ذاته أنا معاك في الكونسبت هذا بس أنا أقول لك أنه هذا يندرج تحت ديزاين تصميم مو تحت العمل نفسه فهمت؟ هذا اللي أنا أقصده ما نختلف يعني وجهة نظر أنا أفهمكم من تثنين ما شال يبغى الميوزيك تقول يتجي في وقتها ووقت مناسب ما شال يقول لا أنا معاك في الكون هذه هي جميع جميع سعيدة تراك لا لا أنا أتفق معاك بأنه في العمل علينا أن تكون نعم لكن نعم من أن تقوم بإمكانك ما تحدث بس هل هم نعم أصبح لأنه بس لكن كيف تعرف انه ساون تراك حلو اذا ما كان جاء في وقت ممتاز في اللعبة لانه لو جاء في وقت غلط حلو اسمعه حلو او لا بس اذا مثلا خنقول كان قاعد قايم ألبوم موسيقي كانت تخيل انك قايم تسمع مثلا اغني كذا حقة كومبات وانت فجأة كذا مكان قاعد تمشي و ايه خلط انا معاك ايه ايه هل ساون تراك هذا اللي قاعد تسمعه بيعجبك قد لو سمعته في وقته في وكانه هذا سؤالي اكيد افضل هذا انا معاك عندما تقول لي قايم الساون تراك نفسه العمل ميوزك نفسه انا شوف على هون زي موضوع قصتك في حالة متى اقول ان والله هذا لازم اعرف وين تناغم معاه لما تكون الموسيقى نفسها ما تنسمع حالها لما تكون شيء انفيرومنتل شيء عرفت هذه الاشياء اوكي انا ما اقدر قايم الحالة انا اختلافي اختلافي انه اشوف انه انه سالفة انه التناغم هذا جزء لا يتجزأ من عمل الكمبوزر هذا شيء اساسي اذا انت ما قدرت تجيبه انت غلطت يعني بشغلك انا اعرفت انا اختيت الاثنين بس اميل شوي المشعل لانه كثير من ساونتراكس اسماها والميوزيك اللي اوكي ممكن تعجبني بس لما تصير في اللعبة في وقت المحدد لها بالعكس تعجبني اكثر هي بترفع من مستوى المشهد وليه فا احس في من ناحية الجواز ومن ناحية التقويم احس ضروري كلام مشهر انه كيف جت الموسيقى في اللعبة عشان نقدر ايه لا بس اذا جاء كومبوزر هو اللي قاعد يعمل الموسيقى واللي يركبها هو اللي ما ركبها صح هذا معنات انه كانك انت خلاص تركت عمل كومبوزر اوكي خلنا اخذ شيء ثاني غير مثلا موسيقى خنقول ستوري ايه احس الستوري لازم تمشيه وتكون ضابطة وين معه الجيم بلاي وانت قاعدت تلعب اللعبة ايه لو قرأت الحالة هالستوري ممكن ما تأثر فيك زي ما انه انتهى لعبتها صح وكيف تعرف انه مثلا قصة اللعبة هذي افضل من قصة اللعبة هذي يمكن كتابيا هذي قصتها افضل من هذي بس لما تجي تلعبهم تقول لا هذي قصتها افضل فهنا يفرق بس انا لما اجي اقول لك احسن قصة ايه وطلعت العاب كثيرة احسن قصة فعليا في لعبة مفقعة جيم بلاي مرة لسه بتتعطي الجائزة بس توري لا انا ما اقصده احمد انه أنت قرأت القصتين مثلا سكريبت وقلت اه اسكريبت هذا افضل بعد أن يوم تلعبته من أثنين طلع أنه هذا ما طبقه صح وهذا طبقه صح مع أنه هذا مثلا خلقه مفقع بس أنه القصة ضابطة أكثر وانت قاعد تلعبها هنا أكثر من هنا كلها مع بعض رفعت من مستوى القصة هذا اللي يقصده مشعل أنه كلها كذا متناغمة مع بعض بس اللي رفعه رفع الإكسبرينس الكامل فلما أنا أقول أنه الإكسبرينس كامل حق اللعبة هذه هذه اللعبة اللي قصتها أضحي اللي بتكون أحسن القصة نفسها صارت أفضل بعد أنت لعبتها هذا اللي يقصده فهمت أنت تغير رأيك في اللعبة بس بعيدا بس بعيدا بس بعيدا بس بعيدا هذا كله إذا فيه موسيقى ممتازة في اللعبة سواء كان مشهد راكب ومراكب ما شمع الأحداث ما شمع الأحداث إذا فيه موسيقى ممتازة في اللعبة أنت بترجع لها بكل أعبية ترجع لكثير ليس شرط بحين إذا جت في وقت غلط بالعكس ما ما أحب أني أسمعها خاصة أنا أنا بحين أسمع حتى الأغاني اللي أنا أسمعها مرة مثل مرة راب على حسب المود على حسب أنا أش قاعد أسوي إذا جيت مثلا بروح النادي ولا بسوي رياضة بسمع أبغى أشياء فيها بيتس عالي مراح أسمع أغاني هادية لأنه لو أسمعها في ذاك الوقت يقول لغني هذي ما تنفى بس لو رحت أسمع أغاني هادية في وقت هادي بالعكس لغني الهادية رح تصير أفضل بالنسبة لي على حسب المود اللي أنا في فأحس حتى في الجائزة هذه تبتحسب أحسن ساونتراك أحسن برضو لازم تحط البوينت أنه كيف جت في مراز كيف أنت جت أنا لماذا لا أتفكر عن الموضوع هذا لأنه أنت كذا يعني عمل الكمبوزر نفسه خلاص يعني ممكن تعب الكمبوزر وسوه وسوه لك ساونتراك خرافي بس هو أفر اللي قاعد يركبها ما ركبها أنا هنا قاعد أقيم عمل الكمبوزر مو قاعد أقيم عمل الأدتر اللي حط هذا مات الصوت بس بشكل عام الجائزة أنت الجائزة تحدد الموسيقى الكامل حق الموسيقى الكامل حتى ممكن فيه واحد من صوت ركات في لعبة النتيجة ما يكون ضابط في مكان بس الباقي يكون ممتاز بشكل عام أنا مع كل هذا اللي أنت تقوله واللي مش عالي يقوله أنت فقميب أنا أنا اختلافي بس على التصنيف لما تأتي تقول أنه بس كور ولا بس ميوزيك ولا بس رايتنج ألعاب في ألعاب كثيرة رايتنج حقها مرة مرة حلو بس أنه لعبة مفقعة بس الناس عادي يتغاضون من تفقيل لأن القصة زينة في نهاية لما تأتي تحطها في تصنيف قصة خاص تختار على سارفة القصة ألعاب سولز ولا ألدنرينج فيهم قصة لك تلقى في باكرة حتى خاصة ألدنرينج يعني بس أن الطريقة اللي تجيك في اللعبة ما رح تترشح لأفضل قصة ألدنرينج اي أنا شوف أنه حتى لو بس أنه بس أنه لو أنت قرأت القصة وشوفت أزقاموكم تقول قصة ألدنرينج أحلى من لعبة ثانية بس أنت لعبت الثنتين فما رح ترشح قصة ألدنرينج أقول لك أرشحها أنا اللي وين أعيب هذا شي لما أقول مثلا بس دايركشن أعرفت الإخراج إنها ما تقدمت زين إذي مثل بس ملتق أشي كثيرة تعيب تقول ما ترشح لأن لكن ترشح لأن سيمبلي أنه انت اخذت العنصر هذا وقعدت تقيم العنصر هذا بس أنا فاهمك بس أحس حتى هنا في الجائزة هذه لازم نختلف يعني بس أنا هذا حسين مدري حسن اللي في الشات يقول ليزف بي فيها موسيقا صدق أنا أرى حرام لما ترشح من بس تذكر فيها موسيقات ممتازة كانت لازم بشكل عام كسونتراك هو صحيح فيها موسيقا لاحظ لازم بشكل عام موسيقا عندما سمعت السونتراك واندر لا أرى ما أرى موسيقا 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 جيد لكن موسيقا موسيقا بالذات هناك أغاني جميلة عندما تكون في عالم الواندر عندما تأخذ الواندر تسمع أغاني ممتازة فيها أغاني ممتازة ويترقاسة مثل هات موسيقا أنا عن نفسي أحب السونتراكات ماريو وأشوف اللي ترشح ويمكن حسن شوف أنا أقول الألن ويكتو تفز ببست سونتراك وبست آديو ديزاين وخلاص يعني نقفل بب شوف موسيقا أنا روحت ورجعت لسه ما شاء الله طيب اللي بعد بست آديو ديزاين وافضل تصميم صوتي ألن ويكتو داد سبيس هاي فاي رش سبايدر مان 2 ورزن تيفل 4 بعدها أفضل أداء بن ستار فاينال فانتسي 16 كلايف كاميران مانهان ستار وارس جداي سربيبور إدريس ألبا سايبر بانك فانتم لبرتي ميلاني لبيرد ألن ويكتو هذه أظن ساقة ساقة اندرساني ونيل نوبون هذا بولدس جايت 3 ستاريون وش اسمه؟ ستاريون نيل شي ستاريون 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 اوك ستاريون يوري لوينثال سبايدر مان 2 ما يستاهر أنا أعتقد أنه لا أرشع بمثل أنه ويك مثل رئيسي مثل رئيسي يعني لا يوجد صوته ستاريون أنه ويك صوته اوه تمثيل صوته تمثيله في اللعبة كم متع شوه نعم 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 أنا ما أعتبره بس نعم نعم بس مو بعدع جواز أحس الصوت قالي نبرته واحدة كده اللي متفاجئ وخايف طلقته ستريد ممكن نيل يفوز لأنه مرة عليه فان بيس فجأة كده طلعت ايه حق بالدرس جايت أظنه فاز بجولدن جويستيك أظن نعم بس أخذ بس سبورتي أظن بن ستار بن ستار بن ستار أخذ بس نعم بس ستار ستار بس ستار بس 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 ألبا ما شفته للحين الصدق ما وصلت لإدريس في سايبر بانك مثل مر مشهور محتاج إذا جف يبغى على المنصة يطلع يصيل جائز أنا استغربت أنه لم أرشح مثلين ثانين غير ألبا في اللعبة لأن الإكسمايشن فيه شخصية ممتازة ثانية تمثيله ممتاز أظن يبغون يعطون ترشحات عامة سونج برد كانت مثلا ممتاز سونج برد أنا متحمس أرجع الصدق كلما جيت بشغل ألان ويك كذا اللي يدي تحكيني سابر بانك لا خلص خلص ألان ويك أول أفضل دعم مجتمع كميونتي سبورت هذه فيها ترشح يضحك الصدق بالدرزغيت 3 سايبر بانك 277 دستيني 2 تخيل اللي انطرده اللي انطرد فريق الدعمي كلها تحس كده صفعة جاية بعد السالفة فانل فانتسي 16 هل هي 16 أو 14 14 حسن ال 14 ونومانسكاي ممتاز ممتاز هذا ممتاز ندي لعبة مستقلة كوكون من أنا بورنا الانتراكتف ديف دايفور هذه حتى كوكون أنا بورنا أنا بورنا زي ديفولفر يأخذون الاندي ينشرون لهم بس تمويل نيكسن هنا دخلت تساعد بالتفاصيل إذا تفاصل مع كيلي ستتعب لا يوجد منطقي أنا أرى جيد و كان لديهم نقاش غريغ يقول على حسب التفاصيل نعم 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 شكلها اندي بالتالي ما قالوا قالوا أن مصطلح اندي صار منفصل عن كلمة اندي أنه علعاب 2D وبيكسل أرت اندي مثل اندي وأنه ما عندها فندي فسل لك لهذه الكاتيجورية أنه خلاص اسمه اندي ألعاب شكلها أجل خلاص صدق ديف دايفور ترى ماري وندرز اندي نعم اندي ما أدري أنا ما أتفق معهم بصراحة أنا ما أتفق اندي 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 ممكن ما هو درج و سيف ستارز و و غريبة 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 سيف ستارز لأن اللعبة سيف ستارز سيف ستارز اندي و تقيمة عالية عندما أخذتها أخذت 85 الضار لا نختلف لكن هؤلاء أشعرهم أفضل ماذا تقول لو كانت بنسبة بسيطة أنا ألعاب ديف دايفور و درج كلما أرى مستهلون أسمع عليهم مدح كبير و أرى أنه مستهلون نعم 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 و أفضل اندي جديدة ديبيوت أول ظهور الستوديو ككون درج بيتسا تاور هذه جدت و سوت زحمة و راحت أشعر ما ألحقت ما ألحقت ما أشفتها دانكي سوا فدية حلو فنبا ما أدري وشي هذي و فيو فايندر فحضور قوي للهندز الصدق هذه السنة فيه أشياء مرح ممتازة أفضل لعبة VR و AR واقع افتراضي أو معزز أو معزز غران توريزمو 7 يومانتي تذكرون هومانتي أكلم بيرجع على هذه هرايزن هورايزن Call of the Mountain Resident Evil Village VR و ساينابس وش عندنا بعد أفضل لعبة Action Armored Core Fires of Rubicon Dead Island 2 Ghost Runner 2 High-Fi Rush و Remnant 2 توقع Ghost Runner 2 غريبة رشة و Dead Island ما استخدتها ما استخدتها ما استخدتها رمنا تخدتها ما استخدتها وممكن هاي فاي تستاهل جائزة ورمنا تشعر أكبر كميونيتي حولها يعني محبوب اللعبة ومدعومة إلى الآن يعني واللعبة لا يوجد لعبة لسه هو رجل لها دي لسي نظرت دي لسي لعبة فأحس هي بين الثانتين ذا اللي بتكون أفضل أكشن مغامرة أكشن أدفنشر ألن ويك 2 سبايدر مان 2 ريزن تيفول 4 جي داي سوروايفور ودموع المملكة جي داي هذي عاد أحس من اللي بيأخذ لعبة السنة بتحدد من يأخذ أفضل هذي أرضاوة هذي هذي أرهب لماذا ما أفز في لعبة السنة بسرحة كنا لماذا ما أحطت تصنيف هرور وخلاص ها هلو ويك وشي تصنيف للهرور يكون الحالة هروا لما عندك فاية توقع كل سنة لعبة كفاية من جد ولله لعبة كم ما عندك عدد قليل لعبة ما أنت حظك لعبة سبيس لديك أزن ديفل وانو وكتور منتم سوي من ثلاثة لعبة يعني كاتيجوري أفضل أر بي جي بالدرس جيت ثري حكي دي لتوسل ما أحتاجه ما أحتاجه ما أحتاجه ما أحتاجه لباقي خلاص ما أحتاجه أفضل لعبة قتال قاد أف راك ما أدري رشيدي موتل كومبات وان نيكلوديون أول ستار برول تو هذي جدت وخدت تقييم عالي أصدق نعم پاكت بريفري أول مرة أسمع فيه وستريت فايتر سيكز مرة أحد مجوعة مغضرة مجوعة مجوعة خلاص عبس مر pregnant مرش في مثل vier كوني أناbud احضر كوني نماences شفت المكانكسر لقد أقدروا هل لديك ملتقى؟ من أفضل؟ بلدوز جيت 3 ملتقى؟ ديابلو 4 بارتي آنمال ماريو واندور أنا أتوقع بارتي آنمال ديابلو 4 منتقالي مجموز من السمرب أنت الم turkey مجرentes這麼 طالب مجرentes مكتبت حسين ديابلو 3 مجرentes مكاتب بلدس جيت كذا أو كذا، سواء معك ناس صدق أو لا معك، تلعبون ما سيتغير في الدينامي حكي الشخصيات حسنًا، كيف حالًا؟ هناك أشياء ما تشوفها، العيالي سواءً إيه، يروح بأخر عن الشاشة آه، ما يطلع لك؟ ما يطلع لك، إيه، مثلاً، تشوف اسمه مثلاً، عندما تدخل في كامبات، ما أنت ما تخش في كامبات، أنت تنشي، تروح تكمل، إلا أنه جئت جنبه وشافك الأنمي إليس مثلاً، ما أنت بارتي واحد، سيفرق إذا أنت تلعب، أو أنت تلعب دائماً؟ إليس مثلاً، مثلاً، أنا على الكمبيوتر، أنت تقريب دائماً، أو أنا، تتكمل بشيء أه، أنا أحسب أنه لازم مع بعض،، لا، نسأل وظائر تقدر حتى تتبع شخصيات، تقدر تغير القرارات، تقدر تخبصهم اللعبة، هي خبص المولتي بلايب فيها أنا أقصد أن هناك شيء زيادة من الملتي بلايين هذا زيادة هذا زيادة كثيراً يخش معي واحد يروح يقول أن أكمل القصة لكوست حقك يختاري خيار و يكتلني كم شخصية وأنا مؤمن لا لا، أنا أقصد أن الخيارات و الأوبشنز اللي موجودة ما يفرق بين الملتي بلايين و هذا صح؟ كيف يعني؟ أقصد فيه مهتوى اللعبة هي تحاكي دونجون دراجونز كنت قاعد مع رابعك وتلعبون فأنك تنقل هذه التجربة للونلاين هي تصير بل خبصة هذه يعني مثلاً أنا قاعد بداية اللعبة أكلم شخصية عادي جداً أنتجي من وراء الشخصية وتأذبحها و أنا قاعد أكلمها كده وتنهي وتنهي الكوست لاين هذا كله يروح أوكي أوكي أرى؟ أثارة كبير مرة الملتي بلايين طيب أنا أحسب أنه نفسها إنه سنجل بلايين بس اللهم جبت ناس يتحكمون بلايين لا لا يعني بدلاًا أنت تأخذ كل الترز أخوياك قاعدين يأخذون التن عندك لكنه لجبت لقامة أوكي ثاني سنجل بلايين أنتك تأخذ بالطرز أوكي ثاني سنجل بلتك هم كثيراً تبقى لقامة ثاني سنجل بلايين لأنه يوجد مني ويظهر لأنه يوجد مستغرار أحد عن لعبة المنتظرة تابع بعد عبد المترجم هايديز 2 Like a Dragon, Infinite Wealth Star Wars Outlaws Tekken 8 هايديز أنا أتفق هايديز 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 2 هايديز 2 فانال فانتسي 7 Rebirth هايديز من بين هايديز أنا معنا هايديز وان حطرتني أكثر من ريميك لننزل في السنة بس كحماس راحة ري برث أنا أكدر أقول ري برث بس في لعبة موحطة هايديز عادي ورونه اوه تسيكل تحسك كذا مورف سيام لكن خصيح هايديز لا لا نقصد كلعبة ما ورونه هايديز ترى للحين بس بس أعلى لأنه موجودة ري برث ري برث قصدي لا يعني شفتوش فيه وصراحة مرة يحمس وفيه إضافات جديدة إضافات للجيم بلاي مرة مرة كثيرة فهذا شي يحمس مرة بس عاد ما تدري بتنزل لعبة ما أنا ندري بش بس هذا هو بس كان بس قصدي ما هم ندري بشأن ويقفتوش في إنفلت ورط وين لا نضيف موجودة موجودة ثالثة واحدة قلت لو تسليني انا دراغنز داقوة بس اسمها لك دراغنز داقوة لو تسليني انا دراغنز داقوة غريب موجودة اوه يقفتوها إذا أنت تحب تيكن، تنبسط هذه الهيديز جديدة تعرف وش جاي؟ لا لا، ما نعرف وش اللي يعني العروف والجواب يا أخي لا، سوبر جايت أول مرة يعمل سيكول فما في معيار يعني لك هنا عشان تقول وش اللي بيجي عشان أول مرة يعمل سيكول بس ولا عرضه وشي فما تقل صفتي تيكن وعرضه يعني شخصيات جديدة و تيكن يعني الرسم يعني همير بحقرها يا أحمد، بس أنت عارف وشي تيكن يعني لعب تيكن واحدة تعرف وشي هيديز هيديز 2، إن ما كانت روغ لايك زي الأولى وبتسوي هذا تختلف في الكونتنت شوي هنا و هنا بيحطون إضافات بس أنه نهاية سيكول بس هيديز 2، تيكن 8 خلاص لعب تيكن 7 مرات هيديز لعب تمر واحدة بس لعب تيكن نفس الشي يعني هي هاتشي بيجذى أحد ببركان وفي عنده عياله وفيه لكي دراجون برضو سيكول ما كانت دافع على لكي دراجون سيكول لكي دراجون فيها لكي دراجون فيها فيها المكروسيك اوه لا خلاص يختلف طب الكاتيغوري خلصنا خلصنا كنت تقولين انتهوش بي انتهوشين فهذه كانت الترجحات و عندنا بعدين نتندو كان عندهم معرض للاندي ما كان فيه سلك سونج 2D Animation لا يوجد شيئاً مره تحريكه مره حلو ثلاث مره وفيها أفكار حلوة فكرة السيف حقه أنا شفت المقطع فكرة السيف حقه اللي أوكي تعبي أوكي ومسلاً في البداية قاله Game Cyberpunk سيكون في البداية بداية العرض أنا لاحظت أنه يخش كذا في الهواء وبعدين يسوي شيء بالسيف لكي يطفي أو يشغل جدران تسوي شيء بالسيف بعدين على حسب والسيف لها فيها جيمك ثلوي نعم أكثر من كونه سلاح نعم السلاح وآيتم كذا يتمجون مع بعض أنا رأيت الترالر شدني صراحة نعم تجيبني متروتفينيا وسبباك تخلطهم خلاص نعم فعلياً هو هذا اللي في العرض لتندو والخبر اللي بعده عندنا سوني تأكد أن بس تطلق ست ألعاب خدمات يعني من ال 12 لعبة اللي تبغى تطلقها وحدد أو موعد أنه هذا إذا وصلوا إلى مارس 2026 بتكون قبلها هذه ست ألعاب تطلع فتقليص يعني عدد ألعاب الخدمات قيد التطوير حالياً تكلمنا عنها ظاهر قبل بس أنه صار في تفاصيل زيادة بس أنا ذكرت الخبر لأنني ودي أتكلم عن الخبر اللي بعده أحس أنه لا علاقة يعني بالموضوع اللي هو راميدي راميدي كان عنده لعبة ملتي بلاير مشروع مع لينو اللي هو باسم فانغارد أعلنوا تغيير المشروع توجه المشروع سوو له ريبوت يعني داخلي من لعبة مجانية لعبة خدمات free to play إلى لعبة كو-وب premium يعني بتكون يعني لعبة كو-وب على مستوى فخم أكثر يعني بتكون قصصية غالباً وذكروا السبب قالوا لأنه الوضع يعني في ألعاب الخدمات غير يعني يعني ما نقدر يعني مخاطرة كبيرة فعلياً قالوا ووضع السوق وهذه اللعبة مدعومة من تنسنت عشان تكونون بالصورة تنسنت من أكبر الشركات في ألعاب الخدمات وأكبر يعني مصنع ألعاب من الصين فكون أحد زي تنسنت حس أنه إيه اللي يقتناع بالبداية وما عنده مستعداد يخاطرون بالألعاب الخدمات يعني زي أول يدلك على وضع السوق يعني بشكل عام وحوسة سوني اللي حطوا نفسهم يعني فيها الحين بس حين بسأل فانجارد هي اللي سبين اوف حقة كنترول؟ ما قالوا هم؟ هم في لعبة ملتبلير من كنترول أظن وشيء ذكي سبين اوف أوك في عالم كنترول وشيء ذكذا بس ما أدري هل هي فانجارد ولا لا ما أدري لأنه عندهم مشاريع كثيرة طرح رامدي هو تغير اسمه صار كسترول الحين اسم العمل حق المشروع يبغى لي شيء فيها بس ما استغربي ما أدري عدد عندهم مشاريع كثيرة الحين أذكر أنه كان في سبين اوف من عالم كترول كان ملتبلير أتوقع أنه نشوف الخبر اللي بعده سووسايد سكواد اقتل جاستيس ليغ رجعت كده سكيتي نزلوا تريلر كدهم يقولون لا أحد يدري ستوريا اسكم لي ما نبي لا أردتها وشو أنا تكوى أول شيء لاحظت في اللعبة أنه صار لادونغريت في البجولز والله وعضح مرة أنه صار لادونغريت يعني من ماحة رسومات بس أنه أخي مدري اللعبة تحس أنها كانت مفترضة أنها لعبة قصصية وتحولت يعني مستوى التمثيل والديالوج حلو أعرفت اللي يشدك فيه ستايل ريبندي هوية ريبندي موجودة راك ستادي راك ستادي موجودة الهوية حقتهم الشخصيات في المعادثات اللي بينهم بس يا أخي تشوف الكومبات الكومبات موبل ترافيرسر ترافيرسر تحرك في اللعبة العالم مرة سنساتوف درايف ممتع شكله بس انتظروا أنه مضبوط الشوتينج في اللعبة لا أعرف صح أنا لم تحمست للحين الصدق من اللي شفته هم يعني قالوا أن الفيديو الجاي بيركز على الكومبات فيمكن كانوا يحاولون يركزون على شي معين هنا هنا بس هم قالوا ستوري ستوري اند جيمبلي هذا اللي كان تركيزهم على بس الحين ما يعني نفس اللي نعرض من قبل ما عرضوا شي جديد عرضوا الافتتاحية تقريبا مهمة بس إن شون تقابل البينغونا والمرة فعليا يعني شوية تفاصيل جيد شرحوا شوية في العالم إنه ما في أحد عايش برينياك يعني استحوذ على تقريب كل البشرية ففسروا وأنه ما في أحد يعني بالشكل نعم هذا التفسير حقهم إنه برينياك جاء وخلاص يأخذ الهيومن ويصيرون المونسر ذولي اللي بنفسجين اللي نفسجين نعم إذا صاروا كده خلاص محلتهم ميتين في أني خذر خلاص نعم والجسس ليق إنه مستحوذ عليهم الطريقة اللي كانوا يعرفونك إنه العالم رهيبة إنه غريلانتر يأخذكم ويدور فيكم العالم يدور فيكم العالم يربطكم ويشرح لكم الإنسان أنا أخترف معكم أنا شفت الفيديو هذا الجديد وصلاح أنا يعني رجع حماسي للعبة أنا أرجع حماسي للعبة نعم نعم ما الذي حماسك؟ يعني إذا هي بتكون أفضل هي شكلها أفضل بكثير من غاثم نايت ايه هذا الشيء خلاص منه هذا معيار ما قلت أفضل قلت أفضل بكثير وهذا شكله إنها أفضل بكثير يعني أنا لم ألاحظت الهدفة بالعكس حسيت اللعبة مرة مظهرة 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 بس أول ما يستعرضونه ترونه من الآن حسناً، أنا لم أتبهت، صراحاً و الكمبات ممكن أن يصبح الربحاتيتيف، لكن قالوا ينزلون فيديو قريب يورونا الكمبات زيادة الله حكّني، هناك نقطة ذكرها قالوا الآن تذكرون الأنظام البيري باتمان في العابة باركم؟ رجعناه هنا، لكن بالشوتنج الآن إذا طلع بشعاره على العدو فوق، وطلقت عليه، يصير مثلاً يموت بسرعة يوجد دائماً جعلة، مدري إيش، لكن بالشوتنج قد يقول، طيب، لا أشوف أنه شيء يحمس هناك فيديوات جاية زيادة، و ما أعتقد أن كل الكمبات سيكون ضد دوري البنفسي جيين و خلاص تمشي وتطلق، و بس كذا، صعب لا تحط توقعات، هم ذكروا، هم ذكروا، نصيحة لا تحط توقعات تحط توقعات، تحط راك ستدي، أني ألعابهم هذا تفكير خطير ما يعني الأداء، كل مجرد بمثال عاديين هناك؟ أين الكلام التي تتحدث؟ القادم تتحدث عن المنطقة، باستفقات البوز فاتس أوك، لم يمكن أن قادم الكثير من ألعابهم بك لكنني أ قصد لأداء العاديين في عميلة باتمان دائماً يتحدث الأداء في البداية تتحدث من الربع، أنها متحدث بينما يأتيك أحداً يجب أن تصدق بيارين، أحداً يجب أن تضعه فريز فاركم سيتي هي أحسن من أحسن الباستفايتس التي يجب أن تضرب كل مرة و يجب أن تفعل طريقة معينة فهنا فقط لديك شخصيات مختلفة كلهم لديهم ميلي و يطلقون مثلاً كابتن بومرانج لديه سبيت فورس قانتلت لديه شاتغن لديه شاتغن لديه سنايبر لديه جيتبات و لديه لديه شاتغن كينغ شارك لا يطلق و يطلق و يطلق لديه اختلاف كل منهم يجب أن تضرب لديه شخصيات مختلفة لديه شخصيات مختلفة ولكن أشعر أن الانترنت و الناس لديه شخصيات مختلفة كمع شارك فخصيات مختلفة و لأنها كانت مختلفة و لديه شخصيات مختلفة ولكن هم هناك مشاركة اشعر أن تهدر بشيات مختلفة تذكروا في الفيديو أننا نحن الكتابات مصدقية نعم، هذا هو موضوع أنا لا أعجبني شكل لكس لوتر شكله مرة كذا أشعره مهمش لا أعرف أنا ممكن أتعاطف معهم لو أنهم في عرضة وشي مختلف أحس من طلعت لعبة وأن أرى نفس العرض نفس التريلر نفس المنطقة نفس النط والحركة نفس النط والحركة حسنا، رأيتها سبس مراتي تدريش تغير بس؟ لم ألابسهم أنا أراك أنهم كانوا مطلعين توا من أركب نعم، تحضر أيضا لا، البشت تجرر تصبح직 المنابس ترير ك plan تجرر لطاق لم ترى العقسس مكتوب العقسس و الملابس و الملابس كلاسيكية نعم نحن نرد نحن نلعب نعم نحن نلعب لكن الكلام إذا لم تذهب انا أتمنى أن تثبت العقس إذا لم تذهب راكس سيذهب من الآخر حسافة الستوديو انه يختفي بعصر تشوف انسومنياك يبدعون بسبايدرمان و صارت أكبر لعبة عندهم تحسن الوقت المفروض الان يعطون المستوى أعلى اعلقوا بسالفة الخدمات و طاحوا بلعبة ما تدريوا ماذا سيحدث يعني آخر لعبة لكم كانت متى من 2015 طول و مرة يعني خلاص وصلوا المشروع خطير لدرجة يمشي ينهيهم فعشان كذا الناس ملغبنين احسهم ايه صح او شوف الكنسوردز مرة منطقية انا كارري قاعد اشوفها بس عندي بسلس امل انه اللعبة ممكن تثبت عقس ذلك يعني لما تنزل ممكن يطلع شي افضل من اللعبة بس السوق شفنا مارفول بعد افنجرز افنجرز و شفنا واضح انه لا تختلف عن افنجرز مرة تختلف لا تختلف لكن لا تقرروا لا تقرروا لا تقرروا الان اتفهم رواحد كل ركسة عندهم وقفوا الان اللعبة تنزل لبدو الـ Pre-order يعني الى متى بيقلون متحفظين يعني تعطيهم فكرة ان هذه حملاتهم التسويقية يبغون يتحفظون لا يبغون يطلعون شي بعدين حاسوا الان جايتك فيديوز هم قالوا هذي Episode 1 فاهم فاهم بس يعني اذا رجعت الحين بعد كل الحوثة اللي صارت وهذه رجعتك تبدأ يلا من جديد نفس اللي وردنا معكم وياه من قبل يعني لا تعاتبني اذا كنت متشائم هو على اقل هنا فاستعرضوه حاليا بمقارنة اللي في State of Play اللي صار قبل كم شهر هنا على الاقل لو الروك انه في روك اللي بلاي قداما قداما قد تصير مقارنة اللي بالكلبات اللي كانوا يسونا في State of Play وتوجه صحيح يعني العاب زي هذه وجهها للمجتمع حقك يعني واجههم وكلمهم وعطهم تحديثات دسمة لا تطلع منصة كبيرة مع بلاي ستيشن وتعرض عرض كده بسيط مرة ما توضح لك سهوية اللي بشكل كبير بضبط اللعبة تنزل في 2 فبراير السنة الجاية شهر 2 يوم 2 بدأت السنة جاه 2-2-24 بعدين لدينا ألعاب بلاي سيشن بلس الشهر نوفمبر تاردون لدينا دراجونز دوغما دارك رزن بشكل متعمدين أوكي السوني مابول مرة سواها قبل كده مرة الحين فتوقيت خرافي مالذي صاحبنا هنا تسلم من الرافك دزاينر كان جيس اني عند دراجونز دوغما كيف اللعب وكذا أنا أشتريها نفسه اليوم الذي أعلمنا في كلم بلاس أول ما أعلمناه سوف ترسط لك سراتلي أنا في لعبة ما اسمه برا مراموسس الجزال أول ما اسمه؟ بلاسفومس الجزال أول شكراً يا رواحي شكراً هذا مترجم خاص لي أنا أفضل جائماً معي سراتلي قبلها من أسبوع اشتريتها قليلاً بعد أسبوع يقول لي ترى هذه اللعبة حلوة نزلت إلى جيم باس كنت رأيت ما قلت لي الخبر شكراً 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 أنت نكبت والله أنت نكبت يا أخي والله فيه باب فيه سوبرلمنل بعد سوبرلمنل حلالة ولا حي ما ألعبته الصدق ألعبت شوي منها ومرة يعني عجبتني فكرتها صراحاً فهذه أتوقع على جو بورتل يعني ستانلي بارابل هذه الألعاب والأخيرة ديد آيلاند ريبتايد وهي الجزء الأول الجزء الأول الجزء الثاني أنا أنتظر أنه ينزل أخذت على إبك أول ما نزلت ومتحسف لعبتها قليلاً أنت نزلت لعبتها أخيراً لا تنزلت لعبتها عادية جداً لا يوجد شيء المهيس لكن الحقيقة جذبني قبل أن تنزلوا اللعبة أقرأوا تنزلوا تنزلوا ونرأت كأنه يخبط الزومب ونرأت كأنه ذلك وإن كنت نعم، عادية جميل، شكرا لك تطفع منه وخرج ساعة خذها بتغييره وغيم باس وغيم باس على الطاري أعلنوا انه في دون سبايس وورز، برسونة 5, تاكتكا و رولر دوم اللي كانت على بلاي ستيشن حصري أول فهذا جاي بعد غيم باس وأخيراً وليس آخراً أخيراً عندنا فانسي ري بارث في صعوبة جديدة أضافوها ايه هم ذكروها من قبل في الإنفنتات التي صارت قبل أنه هناك صعوبة اسمها Advanced الآن سموها دانمك ذبته على اسم ماذا الفارك؟ أنه هذه الصعوبة بناء على الاسكيلز حقتك والليفل أنه يرتفع يتغير على حسب العداء قتالاتهم يتغير على حسب الليفل حقك والمهرة حقك جيداً فهذه تضيف بعض الأسلوب الأربجي الكديم مثل لفت فردد تقع على لعب نورمل وإذا اشتهيتها صح مثلما قلت أسلوب الأربجي الكديم لأنه لا يوجد صعوبة الوضع دينامك مثل لفت فردد مثل لفت فردد ورزن تيفل 4 ليس ريميك ليس ريميك ليس ريميك لفت فردد لفت فردد اسمه The Director ليس ريميك لفت فردد لفت فردد تسمى المخذر ليس ريميك ليس ريميك لفت فردد لفت فردد لفت فردد ما أريد في الديناميك أنه مثلاً يجعلون الوحش أو الهلف يصير سبونجي لا أعطيها بطريقة ثانية مثل وحوش زيادة مثلاً أصلاً لديهم صورة من المينيو أضع صورة الصعوبة مكتوبة تحت الوصف يقول لك فرذوز هو أنت تثري لأن الصدق فيه طريقة سيئة لك تسوي الصعوبة هذه مثل Ubisoft، Assassin's Creed لديهم الديناميك سكيلينج كلما ارتفعت اللعبة كلها ترتفع معك نفس مستواك فبالتالي تنفيلك لا تفايدة كل شيء على نفس المستوى طول الوقت سارة دونت ذكر في واحد من الأشياء الحلوة التي أعجبتنا في داكسول 2 كان إذا لعبت البلس تلاقي أعداء جدد يجوك زيادة ألوانهم أحمر يأتي لهم أحمر عشان تعرف أنه بلس هذا فكلما تلعب بلس تلاقي كمان زيادة اللي ايش هذا؟ تلاقينا يتأخرونك وأقوى يكونونه كل شيء وعصلاً الأعداء نفسهم يكونون أقوية بس تخيلت القطوك كذي نعطيك بلس كمان قال ها ها وش ذكرت القطوك ها ها ميم كال ها طيب somebody ها أخبارنا لهذا اليوم وهل عندنا هيهم مشاركة من في تويتر لازم يقولننتقل إلى هveis هل عندنا ننتقل إلى أي شي وعش عندنا مي يقول دبي مرة قال عن لعبة أنها من نوع اللي تتفرجها مو بلي تلعبها فهل فعلاً في ألعاب تصلح لل فرجة أكثر من اللعب؟ إيه 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 سبايدر مان الله يعني يتوى يقول الجيم بلاي زيه بس القصة خايصة ما أعتقد أنه أعتقد أنه المشاهد والكتسينز أكثر من الجيم بلاي أتوقع فيه واحد بيختلف مع عمران عمر الصعب بيقول لك عمر وقرح سنوي衮ق أيضًا syكسين نعم على Thanks هذا العذاب تقدمك أيضًا อ serving يقول لك في البداية هل تلعب كبير ح Parks Action وقرحوا ستولي لك لا أعرف خطره في البداية لذلك هي تذهبայ لأننا أيضًا Wah هل تلاحظ philosophic لا تلعب مرة أخرى ترى القصة هذا الذي قصته أتوقع عمر أخطى عمر أخطى شيء عمر أخطى حلقة ما أخطى حلقة لا كنت أذكر أنه حلقة 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 أو أن أغيرها حلقة حلقة حسنا إذا تمعنا ما هو الألعاب التي تنفذت ألان ويك أحس ممتعة ألان ويك تنفذت العاب رزن ستيفن عموما رزن ستيفن صح ممتعة ألعاب الريح بشكل عام ناتي دوغ ونشاردد لألعاب سوني بشكل عام ألعاب الغاز ألعاب الغاز ألعاب الغاز نعم هناك غير المدعز أهل يمدحون الغاز الحمد! كيف حال الجميع إن شاء الله بخير سؤالي قليلاً، هل ترون أن هناك تصنيف ألعاب حالياً ممكن أن تقل شعبيتها في الفترة القادمة مثل ما حدث مع ألعاب RTS والJRPG التي قلت شعبيتها بشكل قوي عشر السنوات الماضية شاكر ومقدر لجهودكم ويعطيكم العافية أنا سأرى بالأكثر أن الآن الجانراز حتى ليس مشهورة بدأت تطلع نعم، هذا هو، قد معاكم، أتفك كانت بشوية تموت ويجاتاً خذتها العب أنا أحب الجير بي جي، الآن بدأت تطلع من الموت، لكن لسه لا يوجد حتى قريبة من أيام الزهر الباتل ريال، لأن الكثير منهم لا يحسنون كتابتهم، لا يحسنون جيم ديزاين، هناك مشاكل كثيرة نعم، لسه مشاكل، الانديز يحسنون شغل أحساب منهم نعم، الباتل ريال، لا تنصد منه، الانديحن، مية، كلما أرى أنه بشوية الده درجة يرجع مرة أخرى، يعني فكرة الباتل ريال بشكل عام بشكل عام mig الرعاب اللغي بسير� أنا أعتقد أنه خلاص، بس بيكون víctρα الأشي Guy laucent من قبل تستمر زي دوتا زي غيره وقليل اللي بيجي جديد مرة ويصير كل الألعاب الثانية تشتريها وخلاص فيه سؤالين في الشات أيوة كلهم يسألون إذا جربنا الألعاب مؤينة أول واحد وان تاب مان يقول رسك فرين ريتورن هتجربها؟ لا ها؟ هذه قفرة جديدة ويصيرت نعم؟ رأيت عروضة لكن لم أجربت له الصدق والثاني هي ميكلاش هذا هو احد منكم يجربت استرداد ساعدت ثقائي؟ لا لن يكون حديث لا أنا ألاعبها الفئة سعيدت اولا شعر العبت شعل والله شعر العبت لأسفل حسنا فأنا حبت التحل لعب أرجع نعم آخر مشاركتين أول شيء جابر يقول رأيكم بعدم ترشح هاكوورتس هاكوورتس ما هي موجودة في ولا شيء؟ اوه فانا الزعلان اوه غريب انا الزعلان ايو صح هاكوورتس عشان انا وش اسمه جي كي رولينغ خايف ما يبون اكيد ايه سلايب الامريكان طبعا ليش ما يبونه مين هو انا الكاتبة حق هاري بوتر اوه ايو اوك 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 ايو صح 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 اوك وضعت الصورة او الاجتماعية او الاجتماعية او الاجتماعية وضعت الصورة فهلية فسلاح جد ما تستحق شيء يعني اللعبة حلوه بس مول مرحلة ان الالترشح لا هي من اكبر العاب السنة يعني ضربت مبيعات واربه تحديدا الاربيين طاحوا فيها طيحة شانا واللعبة مبسيئة صدقان كان ممكن تكون اسوأ بكثير وتنجح حيالي بس ما هي مرحلة جواز قيمة تترشح ايام ما هي بسيئة بس ما هي بمرحلة ما تترشح قيمة فهير بس تترشح الجواز بسيئة ايش طيب ساعدني بس اكشن ادفنشر ادري احس اذا بترشح سبايدرمان يعني ممكن هاكورتس تترشح يعني نفس ال لا تترشح هاكورتس او اسوأ لا لا اهنا نفس المستوى انا لسا أرش اسوأ من افوردس 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 اذا فكرت كثيرا ويره pharmacive افوردس افوردس قدمت شيء مختلف يعني جوها مرة خاصة فيها انقلت جو هاكورت والمدرسة ترجمة عالم ريبوتر بشكل ممتاز يعني فعلا حسيتني بالعالم وانا ألعبها الصدق فالصدق أعطيهم هذه والكلام لم يكن فيها كان هناك ميكس تسوي بلها تطير و تسحب و بدان ترد بلها كان لعبة سوني يعني طرف أول إلى حد ما نوحي كثيرا أنا طفشت منها عشان في شيء اللي طلعني من اللعبة ذي طلعني أنه ما في عداء زعماك كويسين الزعيم متكرر و نفس الأكشن حقه اللي نعم إيش فيه مرة أنا صد ما كملت ما طوّلت كثير فيها أنا ما طوّلت كثير يعني هي بس جيم باس الأنقذها نزلت كيم باس؟ نعم نزلت كيم باس نعم نزلت كيم باس لا باللهي حسنا 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 لأنني كنت متوقع مليون بالمئة ما أدفعتها حسنا 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 الآخر مشاركة و عسنا حاجة أجابها يقول السلام عليكم من أورين الشباب السلام عليكم عبداليزيد خالدي نعم يقول لم ألعب ز لدة أوركل هل أبدأ بالايج أو سازعة لا تفرق أولا تفرق شوية لأين تبدأ زي راستيفل 2 دسك 1 دسك كلير و دسك ليون إذا بدأت بكلير تبدأ سيناريو نفس الشيء هنا بس أنه فرقات ميب كبيرة ما تستاهل أنك تعيد يعني بس خذ لك واحدة منه خذ يعني لعبهم اثنين هم بس أنه ابدأ واحدة وبعد نكمل سوى بينهم بقرة بقرة وخلص يقلي عدة عشرة واختار بعد وفرقات بين الثنين هي لعبتين مختلفة يكملون بعض تخلص الأولى تنقل الثاني بعدين يصير فيه شيء زيادة مرتبط بالأولى أي مرتبط بالله قبلها بس تمام وهذه كانت حلقتنا لهذا اليوم أعطيكم أعطيكم العافي شباب الله يحبك أمران شكرا أعطينا نورتنا حبيبي كثر منها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سبوع الجاي بيكون موجود بعد إن شاء الله ببن الله شكرا تويتش زي دايم أعطيكم العافي ونشوفكم إن شاء الله بأسبوع الجاي والسلام سلام 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 سلام